الحزب يخوض معركة حقوقية في بعض الطفان من عداوته أكثر وجودية هو إسرائيل في النهاية السياسة ما فيها جانب أسلاقي هو اللي طالع من مصطلح محور المقاوم ومانع سعيد الصيام الله يرحمه بس فيه سؤال أنه كل هاي السيول اللي موجودة كل الناس بتشتغل بس بالآخر ما فيش إشي عم بيطلع باتجاه إسرائيل؟ للأمانة كان فيه فرص أكثر من 7 أكتور أنت في سوريا أنت عندك بحالة الثورة السورية أنت فعلاً شو بدك؟ أنت شو بدك على مدى 50 سنة؟ في حال نجحة الثورة أو فشلة الثورة؟ ما في جواب واضح شو أثر الطفان والإبادة اللي عم منعيشها على سؤال سوريا ككل؟ النظام السوري لا يعوى لها مرحباً جميعاً أنا وبيد عامر باحث ومترجم من سوريا وطالب دكتوران براسات حرب أحد أكبر الأسئلة اللي عم نعيشها هو سؤال سوريا وفلسطين قضيتان يكبار وأحمد مشكوراً من باب تقارب يحملني مسؤولية هذا التقارب انتباع الرئيسي وكان فيها هذا التقارب لكن كان أيضاً فيها بعض التحديات وكان فيها بعض الأسئلة والمواضيع الشائكة المهم أنها تفتح باب للنقاش أكثر من أنه يتقدم إجابات وتفتح باب للنقاش العقلاني والهادئ اللي يعني يحترم عظم وجلال القضيتين والإبادتين اللي عم يحصلوا في غزة واللي ما زالت أصار مستمر في سوريا مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البقاوي ووضيفي لليوم العزيز عبيدة عامر وصلت مع عبيدة مبارح وقررنا نسجل الحلقة اليوم مباشرة عشان يتم نشرها الأسبوع القادم مباشرة لضرورة خوض هذا النقاش بشكل عقلاني وهو موضوع الحلقة بشكل أساسي واللي بتعلق فيه الدور الإيراني بالمنطقة وسؤال حزب الله أيضاً والتموضعه ووجوده وعلاقتنا فيه وتوقعاتنا منه وتوقعاتنا من النظام الإيراني بشكل يتجاوز فعلياً محاولة البعض حتى إجبار نفسهم على مراجعة مواقفهم من الثورة السورية ومركباتها لشرعنت فعلياً الموقف المؤيد لمعارك حزب الله أو لحزب الله في مقامته ضد الاحتلال في معارك جاروب لبنان وبعيداً أيضاً عن محور آخر أو مجموعة أخرى من الناس تنفي نفياً كاملاً كل الحقائق اللي موجودة اللي قاعدين منشوفها اليوم وتنفي أيضاً فكرة وجود معركة في جنوب لبنان حتى برمزيات ساخرة ساذجة في بعض الأحيان إنه ضرب لأنتين وضرب كذا ولا الصواريخ مش عم تضرب لمكان وهيك في محاولة مش لنفي وجود المعركة بقدر ما إنه هروباً من إعطاء شرعية لحزب الله أو أي شرعية لحزب الله ما بعد الربيع العربي سؤال بالأساس يمكن سؤال فلسطين ما بعد الربيع العربي وسؤال واحد من الأسئلة ما بعد الربيع العربي اللي ما زلت موجودة على السطح كل فترة بتطلع ومنخوضها بشكل حاد أو بشكل أقل حدي ولكن ما بعد 7 أكتوبر مع تزايد احتمالية حتى تمدد المعركة في لبنان نضطرين نخوض هذا النقاش اليوم بشكل عقلاني يتجاوز فعلياً كل النقاشات الحادة اللي بتقلل من بعضها اللي موجودة على السوشال ميديا قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدماً على اشتراككم في قناة اليوتيوب في القنوات اللي قاعدين بتسمعونا منها شكراً أيضاً على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حداً ممكن يكون مهتم فيه وشكراً أيضاً على استثماركم في محتوى بودكاست تقارب ودعمكم للسمرار من خلال رابط الدعم اللي موجود في الوصف وبهيك ما نبلش آآ حطيته في لايتموت نظيم طيب الصوت أنا حاطت انت سمعني منيح يعني أخلي أنا سامعك منيح تمام أنا أخلي السماعات معناته على اللابتوب وأسجل عادي بس بدي صوتك بالزباد نعم استمر يا الله نعيب بلش نتسجيل بلش نتسجيل انت شايف انت مش شريك في الحلقة بالتفكير وبالموضوع لا شريك تقني حتى بكل شيء بالتقني وبالجبهة جبهة إسناد بدك كله وانا بعرفش بعرفش لش عندك ريكوردر أصلاً يعني انت حدا زيك وزي ليلى المفروض أكيد عندكم ريكوردر في الدار والله إن شاء الله هيك منتشجع منتشجع على الموضوع بالعكس لا هو لا هو الانتباعات من برا هيك بتكون لأنه بتعرف ما شاء الله الانتاج عندكم يعني لا يتوقف ومالتي ميديا كمان فهيك منفكر في الموضوع إن شاء الله لا هو مزبوط كنا أنا مزبوط بس إحنا مش لأنه باستنبول مش حاسين بهذا الاستقرار فهي الشغلات منظل أنت عارف هاي هاي مضعية استنبول المؤقتة دائمة اللي صر لها عشر سنين مؤقت طيب احكيلي كيف بدك تعرف حالك فعليا هلأ للجمهور الفلسطيني لا الجمهور هلأ انطلاقا من السطر المميل يعني اللي موجود على بايو اللي موجود على جوجل البيو تبعك وبعدين النشأ نشأ يا سيدي أنا غلدت يعني هو أنا جزء من موضوع إنه بدي أحكي عن موضوع بس بالبيو مش عارف زي طلعناك وموضوع الدكتوراه يعني أنا بدرس درسات حرب بس النشأة أنا في يعني أنا يعني نولدت في الأردن و درست فيها تربيت فيها كل نشأتي أنا بصغير أول 25 سنة من حياتي في الأردن وبالتالي محيطي يعني بحكي فلسطيني أحسن من السوري أمي بتطبخ ملخية نعمة وملخية خشنة ما كلهم التنتين هاي كبيرة من الكبائر عند السوريين يعني تعرف طبعا لا ويعني مشتبت يعني مشتبت بالموضوع شخصيا و واجتماعيا وثقافيا يعني الموضوع شخصي بقدر ما أنه كمان سوريا هي أساسي من التكوين أجل الربيع العربي طبعا لا صار فيه شوي مسافة مع موضوع فلسطين خصوان كمان لما سافرت لتركيا صار المحيط تقريبا أغلبه سوري فهذا شوي بعد لكن طبعا لا يعني بظل سوريا وفلسطين أصلا هم من الأساس يعني قريبين ومشتبكين وانت هسا عم تعمل دكتوراه بشو؟ دراسات حرب وين؟ في كينغس في كينغس كولوج في لندن كتير صعبة والله يعني هي صعبة لأنه ما إلها التأسيس بالبكالوريس الماجستير بكالوريس هندسة وماجستير علوم سياسية فالحرب كحرب يعني كعلوم عسكرية وستراتيجية بدها شغل أضافي بيصير وإن كان الجانب العملي والتطبيقي يعني بيساعد فيها شوي بيعطيك بعد فبصير فيه جهد إضافي فعلا يعني أكتر من أنه هو أكتر من اللي تعطيك يا جامعة بصير فيه عليك شغل إضافي تعبي هاي الفجوة الضرورية أنها تكون موجودة لكن لا يعني هي صعبة بس ممتعة مشتبكة بتعرف ضروري يعني إحنا الحمد لله الحرب شيء أساسي في حياتنا الشخصية وفي المنطقة وفي لازم نفهم الحرب أكتر يعني الحروب خليه نحكي وبعتقد أنك أنت رايح فعليا عمل بحث ميداني بحياتك كلها يعني حياتك عبارة عن عمل ميداني وبعدين رايح فعليا عمل ميداني بحث صحيح يعني بالضبط العمل البحثي منطلق من الميدان فعلا يعني مش إنه نظرية وعم بجربها بقدر ما أنه فيه فيه إشي مجرب وموجود ومطبق عم بحاول أقطرو يعني هاي الاستنباط ولا الاستقراء يعني لا اللي عم أعمله هو استقراء يعني من الميدان للواقع تعله ومع هيك تعرف يعني بتظل الحرب معقدة يعني شيء ظاهرة عويصة يعني عويصة ولأنها شخصية كمان بتصير أمور فيها أصعاب عبيدة أنت أمت بلشت كتابي وبحث؟ أنا بالله والله وأنا بدرس بالجامعة يعني هي اللي صار لما بلشت الربيع العربي كان كنت لسه سنة تانية بالجامعة هاي فرصة للشباب يحسبوا كم عمري لأمور كلها غيري الله يسهلوك يا أحمد فلما بلشت صار عندي انفصال كامل عن موضوع الهندسة تماما يعني يعني كنت أغيب امتحنات مع أحضر محاضرات وصار في هذا الهوس الكامل بموضوع المتابعة والأخبار النشر كان شغل مبتدئ خلينا نحكي بس شوي شوي طبعا بتعرف بيتنظم بعدين شوي شوي مع الوقت بدأت يعني أول عمل صحفي كان في صحيفة إلكترونية في عمان بالألفين واربعطاش كنت محرر ديسك بالتوازي كمان كنت أشتغل بدأت موضوع الترجمة كنت أشتغل ترجمة تقارير حقوقية عن سوريا وبعدين أخدت خطوة بالموضوعين اتقلت للجزيرة بالكتاب التحديد المطولة مع ميدان وترجمت الكتب الآن يعني تقريب وبعدين دعمتها بموضوع الدراسة بدأت الجامعة في 2019 موضوع الماجستير مع الاستمرار بهدول الجامبين يعني هلأ وتركزوا يعني صار تركيز أكثر بيّن أكثر أنه اهتماماتي أول شي سياسية بعدين عسكرية وهذا صار بالشغل يعني سواء نحكي بالجزيرة أو يعني والأمور الجانب يشغل عليها أو بالترجمة هلأ بالترجمة صار صار بعشر كتب يعني منشورات والخط القادم هو غالبه بهذه الموضوع الثورات الحروب الإبادة الجماعية المزاعات يعني فيه خط منهجي بالترجمة بهذه الأمور وكمان يعني فيه محاولة كتابة مع الدكتوراه يعني فصار يعني أخيرا أخذ الموضوع هيك 15 سنة حتى واحد عرف هو وين وشو في الضيام وطبعا يعني كل هذا تعرف يعني هو بقدر ما أنه فيه شيء شخصي لكنه متأثر بالسياق بالسياق العام اللي كلنا يعني عم ننطحن فيه بشكل أو بآخر جزء من هاي المطحنة طبعا هو يعني بالمعنى الإيجابي يعني نشوف يعني تعرفنا عليك تعرفنا على الشباب الطيبة صار فيه هذا التداخل اللطيف الإيجابي بين قضايا مختلفة شخصيات مختلفة خلفيات مختلفة وبتعرف حتى الأشخاص اللي يعني الأصدقاء اللي بتتعرف عليهم بهاي المساحات تكونوا أقرب حتى من الأصدقاء اللي يعني بدأت ممكن حتى كنت تعرفهم قبل ذلك ففيه تأثر بالسياق العام في محاولة فعل شيء ما يعني كلنا عم نحاول أحيانا تزبط أحيانا لا لكن المهم أنه يعني أظن أنه يعني أظن أنه اللي يمكن يمكن أنت كمان تعرفه أحمد يعني عندك هذا النفس المهم هو النفس الطويل يعني أنك تكون عم تبني إشي ولو شوي شوي بسيط بس أول شيء ما تتوقف عن هذا الشيء البسيط وتاني شيء تكون عارف كيف تراكم هاي الأمور البسيطة وصولا لشيء مستدام وشيء أكثر نفع يعني أحكي لي أنت غير أنه الناس يعني هاي رح نظل نخوض فيها بالحوار بس غير أنه أي حدا باليوم فلسطين أو سوريا بده يعالج موقف فلسطين أو إيران أو فلسطين وسوريا فلسطين وإيران فلسطين وحزب الله بمنشنك يعني أو بروح يدور لك على تويتي عشان يقول تعالي يا عبيدة أنت حكيت كذا 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 هذا جاي من المسار اللي أنت حكيت لي عنه ولا كمان فكرة قدرتك على الاشتباك بالقضيتين مع بعض هلأ يعني في شيء أساسي لا طبعا مرتبط بالمسار يعني انعكاس هذا المسار هو قدم شألتين أساسيات اللي هي أول شيء الأحداث والمعلومات بمعنى أنه عندك بعض الأمور اللي هي مع زحمة الأخبار والأحداث قد لا تكون واضحة عند شخص مشتبك بقضيته وبسياقه الخاص من ناحية الشيء الثاني هو العلاقات بمعنى مثل ما حكيت لك هاي الخلفية الشخصية يعطتك هذا التقارب اللي هو المطلوب التقارب اللي احنا نحتاجه ما بين جماهير مختلفة أو أوساط خلينا نسميها أوساط مختلفة تتحدث مع جماهيرها فيعني انت بتكون انت الشاب السوري بعرفك بحكم الثورة الشاب الفرسطيني بعرفك ما قبل الثورة الوجود بتركيا بيعمل لكن قد تستغرب من هاي الفكرة وهذا أنا حابب أنه يعني بما أنه احنا في تقارب وفي قضية ملحة وإشكالية مثل هيك يعني حابب أنه نركز عليها أكتر اللي هي أنه يمكن السبب الرئيسي اللي بيخليني بهذا الشكل هو أنه النقاش بيكون فعلا النقاش يعني بمعنى أنا ما بفوت بسب فبالتالي الطرف اللي أمامي بيوخد وبيعطي معي هذا بجب لي مسئبات من الشباب صحابي بحكولي أنت شو قاعد بتعمل فعليا هذا اللي صغر والشيء الثاني اللي هو اللي هو لا أنه تعالوا نفكك فعلا المقولات الموجودة من كل الأطور تعالوا فعلا نحكي فيها كنقاش حقيقي مع إظهار الموقف الأخلاقي ما عم بحكي أنه إحنا كل واحد يحط مواقفه أو قصصه الشخصية أو ثاراته إذا بدك تسميها يحطها على جنبه ويدخل لا يستحضرها ولكن يستحضرها بطريقة أهدأ يعني أهدأ شوي وصعب طبعا هذا الشيء يعني ما فيه خلينا أحكي لك ما فيه شطارة يعني طبعا ناس مختلف فيه ناس دمها حان وفيه ناس دمها بارد أنا أظنني أقرب للدم البارد يعني ما بستفز بسهولة كثيرا ناس بحكولي كيف قادر أنك أصلا لسه تدخل تحكي أو كيف قادر تحكي مع هذا الشخص يلي هو يعني شبيه بن قسين أو محسوب تماما أو هك فالفكرة أنه انت لأ محتاج بحكي لك هذا النفس الطويل يعني الناس عندها رغبة أنك توصل مشاعرها وهمومها وقضاياها لكن بطريقة أهدأ شوي بطريقة عقلانية شوي لأنه في النهاية هذا اللي حيوبنا عليه بغض النظر وين هتوصل فيه لكن هذا اللي حيوبنا عليه المطلوب هو حجة شوية حجة شوية أدب خلينا نسميها يعني من جميع الأطراف بالمقابل في حاجة لشوي تحترام للدم بكل أشكال هذا الدم يعني بكل الأماكن اللي نزف فيها هذا الدم لأنه عدا ذلك يعني أنت أصلا يعني بتخرج بتخرج من هاي المساحة أنا ما بعرف أحده بصراحة يعني يعني أنا فاجأتني مبارحة وفاجأتني اليوم أنه أنا حاضر يعني أنه فعلا الناس يعني النقاش فعلا بهاي الطريقة هو حاضر بهذا الحجم يمكن لساتني عالق في دوائر الشخصية لكن أنا بشوف أنه هاتشي كويس وأتمنى أنه يكون فيه يعني يعني أتمنى فعلا أنه يصير فيه نقاشات حقيقية تحط إشكالات محقة وتفككها تفككها بشكل عقلاني أكثر أنا 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 عبيدة مش بفكر أنه أنه النقاش موجود هو حاضر هو النقاش كلهاته انخاض على تويتر يعني يعني مبارح يعني كله يعني من غير ما حذير فأنت إذا أنا فعليا باجأ بحكي مع عبيدة أو توصلت معك لأنك أنت حتى بدائرة النقاش مع الفلسطينيين أو السوريين اللي موجودين حواليك فيه شكل نقاش محترم بنخاض يعني حتى حتى الناس اللي بدأت زايد عليك بتزايد باحترام أو يعني شكل المزايدات اللي ممكن يكون وبعتقد كمان هلأ وأنت عم تحكي أنه تنبهت أنه غالبيت الناس اللي عرفتك ما بعد الثورات عرفتك الفلسطينيين عرفوك كسوري والسوريين بجانب منهم عارفينك بسياق فلسطيني فأنت فعليا يعني السوريين مرجع بسياق فلسطيني والفلسطينيين مرجع بسياق سوري هلأ هيك صارت الصورة أوضح فعليا ليش عطالعوا النازل الناس بتمنشنك يعني بسياق الطوش هادي كلها أو بسياق النقاشات هادي إذا الطوش المحببة يعني خلينا نعم بينك وسين بشو بتكره وصفك أو تصنيفك أو وصفك يعني يعني بصراحة بالنقاشات الأخيرة اللي كانت مزعجة يعني كان مزعجة بالنسبة إلي قصدي مش بحد ذاته اللي خلينا نحكي اللي حط نهاية للنقاش كانت هي اتهام بالذمم يعني كان دخل مباشرة في اتهام بالذمم هذا الموقف اللي أنت أخده أنت أخده لأنه مدفوع يعني أنت لأنك ممول من جهة معين يعني بغض النظر عن مضمون هاي التهمة التحول الموضوع لشكل شخصي بهاي الطريقة كان فيه نوع من يعني خلينا نسمي أنه الأذى الشخصي بالنسبة إلي هاي من الناحية الناحية الثانية أنه يعني وهذا الجانب الشخصي اللي بحكي لك إياي يمكن قد قد ما يعني هذا الشيء الشخصي اللي أجاني بشكل مباشر لكن بطبيعة الحال أي خلينا نحكي إهانة لدم أو عدم احترام لدم شباب صحابي واختي وناس بحبهم بحترامهم بعزهم في شيء شخصي كمان بالنسبة إلي يعني أنا موضوع مش فكرة أنه أنا شو أتهم بحد ذاتي مش قضية يعني بالآخر يعني اللي عم يصير أكبر وأجل مش هذا الموضوع لكن هذا اللي عم نحكيه أنه أنت عندك الآن في هذا نقاش شخصي وإن لم يدخل فيه أي شتيمة شخصية للأطراف الداخلة فيه لسبب جدا بسيط أنه كلنا عنا أصدقاء ومعارف وأحباب وأخوة إما شهداء أو معتقليين أو إحنا أصلا منفيين بسبب هاي القضايا والإشكالات فهذا لازم يكون حاضر مش فقط مش بمضمون الحجة يعني مش بالحجة نفسها أنت تكون مستغطرة على الفكرة وإنما أيضا باللغة يعني تعال إحنا نحكي بلغة بتحاول يعني خلينا نحكي تهاجم موقف السياسي بدون ما تهاجم ضحاياه أو بدون ما تهاجم الأشخاص اللي تأثروا فيه أو تأذوا فيه وهذا صعب هذا صعب بطبيعة الحال لأنه النقطة الأساسية أنه إحنا أصلا ضحايا بشكل أو بآخر إحنا عم نعاني بسبب بسبب هذا النقاش ومع هيك أنا بشوف أنه لا يعني في حاجة أنه إحنا نحاول نضبط هذا الموضوع أحكي لك نضبط على مستوى اللغة يعني أنا لسه ما عم بطلب حتى أنه نضبط على مستوى الموقف الأخلاقي ما عم بطالب حتى الموقف الأخلاقي أو سياسي أحكي أنه إحنا لغتنا تكون فيها نوع من الاحترام الاحترام هذا الاحترام هاي المعاناة الكبيرة اللي كلنا الحمد لله يعني ضحايا فيها بأشكال أخرى من أطراف كثيرة وفي لحظة يعني كئيبة وحزينة وصادة مشان هيك يعني 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 بشعر أنه أنه القاعدة الأساسية بهذا الموضوع فعلا هي احترام الدم أنه إحنا نحترم الدم مهما كان يعني نحترم الدم وما يستتبعه من من مواقف أو نقاشات إذا وصلنا لهذه المرحلة إذا ما كان يعني إذا وصلنا لهذه النقطة أظن أنه بصير موضوع النقاش ألطف وأسهل يعني أنت مثلا ليش كنا نبارع من نحكي أنه إياك ليش مثلا ما بتشوف نقاش فلسطيني مصري مثلا أو يمني فلسطين مثلا أو يمني مصري أو يعني هاي النقاشات المختلفة دائما مع الأسف صار هذا الشرخ الكبير صار موجود بين قضيتين القضية الفلسطينية والثورة السورية جزء أزاسي من موضوعه هو حجم الدم يعني أنت في الآخر حالة الإبادة التي تمر فيها الآن غزة بحجمها وكبرها وثقلها فكرة الإبادة فكرة أنه أنت عندك مجتمعات سكنية وعائلات وأحياء بكاملها تدمرت بشكل متواصل على مدى شهور وسنوات أظنها أنه سوريا كانت فيها خصوصية عن بقية الحالات الربيع العربية طبعا هو الموضوع مش بالحجم أنا بس بدي أوضح موضوع موضوع مش بالحجم بقدر ما أنه يبدي أحكيه أنه نوع العنف نوع العنف الممارس العنف الجماعي كان ما كان حاضر بنفس وطيرته في أماكن أخرى كان في عنف سياسي كان في عنف جنائي كان في أشكال من العنف لكن العنف الجماعي واستمراره كوسيلة للحرب واستدامتها كان موجود في سوريا أكثر أو بشكل كثير حاضر كما هو الآن حاضر في غزة فإنت بتلاقي أنه وبالتالي حجم الأشخاص يعني أنه تلاقي قرر مثلا أو مدينة كل اللي فيها عندهم أصدقاء شهداء أو معتقلين أو منفيين أمر طبيعي في حالة سوريا فبالتالي السوريين دائما أكثر غضوا أكثر توترا أكثر حاجة على الدفاع عن هذه القضية من أخوة آخرين وأصدقاء آخرين في أماكن أخرى وهذا الآن عم بحصل بفلسطين فصعب أنك تضع شوي هذا الفصل وهذا التفسير وليس تبرير كويس أنا بشاركك تفسيري أنا بأعتقد فيه إشي مغير يعني فيه إشي بمعنى اللي إحنا بفلسطين ما كنا نعرف وأنا عرفته من احتكاكي مع السوريين أكثر أنه نقاش فلسطين بالثورة السورية هو ما بلش من من 2011 أو 2014 أو مع تدخل إيران أو غيره وهو فيه إشي سبق فعليا كفلسطين كقضية محلية بتم نقاشها في الداخل السوري يعني هيك فأنت بجانب من الذاكرة اللي موجودة بس يجي تحكي مع ناس بصيروا يحكوا لك أنه إجهوا مشعل عنا على المخيم وإحنا نزلنا وحطينا فلوس وحطينا تبرعات بحرب كذا أو ما بعد 2007 أو 2008 أو 2009 بتحكي كمان عن إرثم عن نظام موجود طوال الوقت كان حاطت قضية فلسطين بالواجهة باستخدام أو بغير استخدام فأنت فعليا علاقتك مع فلسطين ما في المصريين ما عندهم هذا البعتقد لا بس خلينا نحكي صحيح صحيح بس أنت خلينا نحكي أنه مش ما عندهم بقدر ما أنه المحطات اللي هم مشتبكين فيها أقدم يعني بمعنى أنه المصريين الآن لما يستحضر أو جزء كبير من استحضار شباب المصريين الآن هنزعل إحنا كل الناس فكرة نزعل بس الفلسطينيين المصريين لا لا إنت أهم إشه ما نقاطعش بعض إحنا عشان نكمل مبرات بعض لأنه إحنا منقدم الجملة بعدين منحكي أنا وقلت ما عندهم بقدر عندهم مش فعليا بقدر يعني بهذا المنطق بس أكيد عندهم شيء تاني يعني عندهم مثلا عندهم 73 هذا اللي أحكي مثلا أنه إحنا عمي قاتل في حرب أكتوبر جدي كان حاضر في النكسة ففيه استحضار لكن ما فيه شيء خلينا نحكي هو الآن مثل اللي إحنا عم نشوفه الآن في سوريا أو اللي بدأ مثلا يعني كل مراحل كل مراحل القضية كان لها امتداد في سوريا بينما كل هاي المراحل ما كانت موجودة دائما في موجودة في سوريا ولبنان طبعا طبيعة الحال أردن بدرجة يمكن مراحل عسكرية خلينا نحكي اللي فيها نوع من اللي فيها نزوح وشهداء وجرحة كانت موجودة في سوريا ولبنان أكثر يعني متفق معك وفيه إشي أحدث كمان وفيه إشي أحدث عبيدة بعتقد يعني كمان كتير أحدث يعني 2006-2007 يعني الخديث عن حركة فعليا يعني انتقال قيادات أو كوادر من حماس وتحركهم في سوريا يعني كانت هي المحطة الأكبر ففي التالي أنت حتى فكرة المقاومة عم بتشوفها بشخوصها بأجسادها عم تتحرك وانت بتتفاعل معها فانت الصورة تعتبرها جزء منك صحيح أنت عم تسمع القصص من أشخاص عايشوها أو عم تشوف أشخاص هم بيأخذوا قرارات محورية في هذا الموضوع أنت عم تشوفهم في المساجد وعم تشوفهم في المخيم وعم تشوفهم فيها صحيح بس أنا جزئية النظام أحمد يعني يمكن أختلف معك شوي فكرة أنه لأنه النظام أخذ القضية كغطاء فالسوريين كان عندهم موقف عكسي كجزء من انتقامهم من النظام أتصور أنه قد يكون هذا الشيء موجود لكنه حالات فردية بمعنى أنه فلسطين كانت حاضر أصلاً جزء من نزع شرعية النظام كانت استعادة فلسطين للشعب مش للنظام كان جزء أساسي هذا حاضر بالمظاهرات بمعنى أنه أنت عندك بالمظاهرات كان في حضور كتير كبير لموضوع فلسطين يا أما فلسطين بشكل مباشر فيه لافتات وفيه هتافات فلسطيني سوري واحد فيه عبارات إنه مبارح أنا شفت وحدة إنه بعد حماة كانت هاي يعني جدارية على حماة وبعد حماة إحنا رايحين على غزة كان موضوع حاضر بشكل وطبعاً في قضية الجولان نفسها أصلاً قضية الجولان بحد ذاتها هي شيء شخصي بالنسبة للثورة السورية هي سؤال للثورة وسؤالها لدولة ما بعد الثورة فموضوع فلسطين موجود نعم قد يكون هناك حالات متطرفة إنه لا بدنا النظام ولا بدنا خطابه ولا بدنا سياسته بكلها بما فيها فلسطين لكن أيضاً كان في حالة النزع الشرعي أحمد بمعنى يعني أصلاً ما بدنا ننسى إنه قدر يعني كبير من النشاط السياسي والميداني في المحافظات الكبرى في سوريا والإغاثي كمان في محافظات سوريا كان اللي قاموا فيه فلسطينيين اللي هم فلسطينيين مخيمات يعني أنت عندك بداية من شهر آذار 2011 أنت اللي كان يدخل الأكل يكسر حصار النظام عن درعة هو مخيم درعة اللي يرموك كان نقطة نشاط إبداعي حتى بدأت سميه سياسي واجتماعي حلب نفس الشي بدي أحكيه مثل ما تفضلت أكيداً لفكرتك هي مش يعني إضافة عليها هي إنه فلسطين كانت داخلة بسوريا أشخاصاً ومجتمعات ونخض بشكل كثير واضح وكان تفاعلها إيجابي يعني بمعنى ما كان ما حسوا فلسطينية المخيمات مثلاً أنه الثورة هي تهديد لوجوده ما كان هذا الشي موجود كان فيه مراحل للأسف ما كانت القرارات فيها موفقة لكنها كانت يعني ما تحولت لسياسة عامة من السوريين مثلاً ضد الفلسطينيين وهذا شيء يعني هات شيء هات شيء حتى نعكس في قرارات الفاعلين السياسيين يعني نعكس يعني أثر وتأثر بقرار مثلاً حماس إنها إنها تاخد موقفها بداية الثورة اللي هو إنه تطلع من سوريا وتتحمل تبعات ذلك هو جزء منه إنه يعني هم مرتبطوا قاعدتها الشعبية اللي في اليرموك مرتبطوا بالفلسطيني هم موجودوا فيهم في اليرموك رأت إنه الفلسطينية جزء منهم فعلاً عنده إشكالية مع النظام طبعاً يعني كمان نحن هم ما بدنا نحكي عن يعني ما بدنا نرجع كثير بالتاريخ بس النظام أظن واضح يعني لأي شخص بقرأ قادر إنه يتجاوز يقرأ أو يشارك أو إنه كبير شوي حتى إنه يتجاوز الخطاب الرسمي بستطيع يعرف حجم فلسطين عند النظام اللي هو أعملياً هو استغلال هو يعني هو شرعنة مش بس شرعنة بالمعنى مش فقط بالمعنى إنه يشرعن نفسه مقابل إنه يدعي إنه جزء من الله إنه عفواً يعني إنه جزء من مقامه وإنما أيضاً حتى فيه استغلال باللبنان مثلاً يعني كل مشاركة سوريا في الحرب الأهلية وإنهاءها طلعت بالضرر على الفلسطينية فيه مثلاً يعني تل الزعتر المسؤول عنها وحافظ الأسد في نهاية استغلال المنظمات استغلال العمل العسكري الفلسطيني وتجيره مثل استغلال أي عمل عسكري يعني وأيضاً نظام استغل الأكراد استغل الأكراد يعني استغل أي حدا هو النظام يعني بس أنا أنا لسه دي أحكي لك إشي كمان إنه أنا مش محتاجة اليوم أرجع إلى سبعينات ولا غيرها بمعنى إنه فيه معركة اليوم جارية يعني فيه معركة اليوم جارية وشغالية اللي فعلياً طلع نداء من منطقة ما فأنا بالنسبة لإلي فيه أكثر من منطقة فاعلة شغالة موجودة على مستوى يعني على مستوى الإقليم على مستوى دول الطوق والتوقعات ممن راهن فعلياً على على النظام السوري أو 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 التوقعات إنه في حال حرب مثل اللي قاعدين منشوفها ممكن يكون فاعل أكثر واضح لي يعني وحتى النظام فعلياً اليوم لم يعود يستخدم أصلاً قضية فلسطين في محاولة تقديم نفسه بالعكس هي بتضره بس أنا إذا بدي أرجع للنقطة الأساسية بأعتقد أنه فيه إشي لأنه أنا شفته وعشته بـ 2011 ومكنتش قادر أفهمه يعني 2011 2012 2013 2014 هاي المرحلة اللي اختلطت فيها النخب العربية أعتقد أنه في حالة مصر فعلياً كان فيه استخدام لقضية فلسطين بحالة التشويه أكتر فردة الفعل من الميدان كانت على مستوى النخب اللي هي طعن بالنظام أكتر من خلال التأكيد على شرعيتك أو استمداد شرعيتك من فلسطين أو التأكيد على رفضك للتطبيع ورفضك لإسرائيل وهيك في حالة سوريا جزء من نقاش فعلياً النظام أو جزء من تقديم نفسه وخطابه القومي العربي الفلسطيني كذا كذا كل هذه الاستخدامات فلما تطلع أنت كنخب موجودة بجانب منك عم تنقلب على النظام بكل أشياءاته ولفترة طويلة مبكراً كان فيه نقاش أنه جماعة إحنا بدنا ننقلب على كل الأرض ولا بدنا ننقلب على النقاش نقاش إصلاحي ولا نقاش انقلابي على كل شيء موجود أصلاً فكان هذا النقاش دائماً موجود بأعتقد في حالة سوريا تحديداً أنه الناس كان يعني لحد قبل بيوم أو حد قبل بيومين كان فيه نقاش على فكرة أنه بسوريا راح تقوم أو ما راح تقوم بجانب أساسي منها قضية فلسطين فبفهم فعلياً أنه من هون النخب السورية في بدايتها مضطرة تتعاطى مع سؤال فلسطين بشكل مبكر يعني بس عبيدة بدي أرجع أنت بذاكرتك لشكل تشكل فعلياً علاقتك في القضية الفلسطينية أو اشتباكك معها من المشاهد الأولى وين تبلش؟ وين تصار فاعل؟ يعني مثل ما حكيت لك لما في طفولتي خلينا نسمي حتى قبل المراهقة قبل شوي بحكم المحيط الاجتماعي والتربوي في الأردن كانت قضية يعني هذا الحكي بالألفنات نحكي 2001 2002 كانت قضية فلسطين حاضرة بشكل المظاهرات بتعرف فترة تقريباً الألفين للألفين وعشرة كان موضوع المظاهرات هو حالة حالة كثير ممتشرة مع كل تطور بصير مع كل حدث بصير فكان موضوع المظاهرات موضوع المهرجانات شيء يعني دوري بالنسبة إلي يعني كنت يعني هلأ طبعاً هاي كمان معلومة اللي بتترك شوي بعرفها بس مثلاً أنا يعني مقسم على تحرير فلسطين وأبذل بذلك نفسي ومالي وروحي وكل ما أستطيع يعني عشرات المرات في هاي المهرجانات يعني مشارك فيها بشكل دوري عملياً كانت فلسطين هي بدك إياها بالمصطلح الأرسطي اللي هي الفاينال انت اللي هي الغاية النهائية اللي بيعيش في واحد عشانها كانت في فلسطين إحنا كنا مثلاً ببعض النشاطات التربوية في دعاء كنا يومي ندعي أنه يعني أحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك وأمتنا على الشهادة في سبيلك هي في فلسطين مش يعني مش مستحضر أنه يكون في شهادة في أي مكان ثاني فعملياً هي كانت هي كانت الشيء الأساسي اللي أنا كنت مشتبك فيه سياسياً مع العلم أنه أنا يعني مش فقط هي مش المكون السياسي الوحيد لكن الاشتباك السياسي البسيط يعني في نهاية مش مش اشتباك صعب أنك تسميه اشتباك سياسي بس قضي اشتباك الرمزي والشعوري في المجال السياسي هو كان مع فلسطين الدوائر المحيطة كلها معروفة أنت كنت يعني كمان في معرفة صارت بالتكوين الاجتماعي يعني ممكن أحكي ببساطة قبل 2011 ما كنت بعرف مدن وقرى فلسطين وتكويناتها الاجتماعية ومين بيحكي بالقال وقلنا ومين بيحكي بالقال وقلنا ومين بس 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 ارجعلي هاي لساتنا احنا بنحكي بأشياء رومانسية موجودة عند الفلسطيني والعرب بس في حادثة في حادثة بحياة كل حدا فينا اللي عملت حولت هذا التفاعل لاشتباك أكثر من أنه اشي رومانسي تعرف انت كل اللهجات وهيك حرب غزة حرب غزة الأولى 2008-2009 كنت عم بقدم التوجيهي وبلشت الحرب مع يعني أنا 2006 كنت صغير ما هحكي لك أنه كنت واعي كثير أو أنه هي تشكلت أو هاي كنت نسبياً صغير وبالأردن ما حصل هذا التفاعل أنه دخل أنه اللبنان وفلسطين تفاعلوا وكان الوضع أبعد شوي بس هي الحرب الأساسية هي حرب غزة كان مشهد أنه أنا أرجع في يوم 27-12 2008 على قصف مدرسة الشرطة اللي راح فيها عشرات شهداء في وقت يعني أنا كل التركيزي كان أنه على الامتحانات وكذا وبعدين فجأة تمفصل تماماً وجودياً وشعورياً تكتشف أنه لا أنت أمام وحش بأثر على حياتك الشخصية وحياتك اليومية لا يمكن أن تستمر مدام هذا الوحش موضوع اللي هو إسرائيل كانت بـ 2008-2009 وبعدها وبعدها خلينا نحكي صار الاشتباك أكثر أكثر فاعلية صار فيه تواصل أكثر صار فيه احتكاك أكبر بالتوازي طبعاً مع أنه العمر أصلاً كان مختلف كان فيه إمكانية فعل أكبر بطبيعة الحال لكن فعلاً هاي هي هذا هو الحدث المؤسس بعيداً عن الحالات اللي قبل اللي كانت هاي فعلاً إنه إذا فيه شيء لازم واحد يعمل بحياته فهو إنه يعني يعطي نفسه لفلسطين بسبب بسبب هذه الوحشية اللي كانت بسبب هذا العدو يعني تعرف إنه عدو عرف إنه هاي بس حكت لك إنه حياتك الشخصية تأثرت مع أنه أنت بعيد يعني مئات كيلومترات عن اللي كان صاير وإنت أصلاً من في بره 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 سوريا بسبب أصلاً شيء سياسي قديم من الثمانينات لكن هذا الحدث كان كان شيء مباشر يمكن كمان جزء إنه إنه سوريا كانت مغلقة كل المسارات الأخرى كانت مغلقة وهون كان فيه شيء عم بحصل كان فيه كان فيه حلحلة تاريخية عم تحصل في مساحة فلسطين أكثر من غيرها هو اللي خلاك تشعر بهذا بهذا الشعور يعني أنا هاي الفترة كانت هي تسعينات للألفين وعشرة تقريباً تقريباً بعد حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية عفواً يمكن ما صار حدث كثير كبير يعني مباشر طبعاً فيه العراق فيه حرب العراق بشكل مباشر بس قصدي بس فيه حرب العراق في أفغانستان في 2001 فيه حرب حرب فلسطين حرب عفواً تموز حرب تموز 2006 كلها أحداث كبرى ومؤثرة العراق طبعاً لا أكبرها ومؤثرت لكن ممكن لأني كنت أصغر ما كنت شاعر بثقلها أو بأهميتها لكن الآن ما ترجع تشوف أثر رجل هي كلها مترابطة فيه تراغط فيه تراغط تاريخي وسياسي واجتماعي طبعاً الربيع العربي بعدين أجا يعني بسبب القدرة على الفعل أنت صرت مشتبك شخصياً بشكل مباشر مش مجرد إسناد يعني إذا كنت أخذت أنا كمصطلحات تدخلت في الساحة بشكل مباشر ما كان دورك مجرد دعم ومؤازرة بس يعني هلأ أنت عم تحكي أنا ذكرت فعلاً لا أنه موضوع يعني هذا المشهد يعني فعلاً إذا هاي المشهد أنت تحكي أنك ما بتنساها فعلاً هي حرب 2008 2009 طب عبيدة ما قبل 2011 كمان بهاي السنين كان في بفلسطين يعني بلشت فعلياً صارت الانتخابات الفلسطينية بعدين صار في حصار للحكومة بعدين بلشت العلاقات مع إيران بعدين بلشت العلاقات مع نظام السوري فبتذكر حتى كنا لما كنا في الجامعة في مصر نحن نروح نحضر أشياء للجالي أو للسفارة إذا الجماعة اللي منظمين هم يفتح أو السلطة كانت الهتفات تكون شيعة شيعة فكان في حتى بحينها ما قبل 2011 جانب من النقشات اللي موجودة اليوم أكثر حدي حتى باتهام حماس بالتشيع وأنه أنتو بطلتو حركة وطنية فلسطينية أو مش حركة وطنية فلسطينية ولاكم للخارج وهيك عندي فضول أعرف هلأ وأنت قاعدة بتحكي بهذه المرحلة اللي صار فيها العلاقة حماس مع النظام السوري أنت كحدة منفي فعلياً يعني كان تشكل عندك شعور سلبي حينها؟ من حماس شوف بحالة المنفى كانت أمور لأنه يعني لأنه في جبهة أخرى هادئة كانت الأمور أسهل يعني أنت أخذ الموضوع بسياق أوسر أنا في النهاية كموقف يعني ما كنت لسه خليناً نحكي داخل بهذا العنق بهذه المرحلة لكن يعني لو نأخذ الموضوع بسياق أوسر مصرحة 2008-2009 مثلاً الإخوان السوريين طالعوا بيان يعني لا سوريين نسلهم إياه لا نخباً ولا شعباً أنه إحنا وقفنا وقفنا العمل المعارض لكي يعني لا نؤثر على على مسار مقاومة ممانع هذا الحكي بالحرب وهذا أثر عليهم سلباً جداً في أوساط النخب وكثير من النخب اللي كانت مشتبكة يعني النخب السياسية المعارضة اللي كانت في وقتها داخل سوريا ما نسيت لهم هذا الموقف وأعيد استحضاره مراراً وتكراراً حتى بعد الثورة بعد عشر سنين من الموقف فهو شيء كان فارق ومؤثر وتم أيضاً كان في حالة طرفة يعني أيضاً تهمتهم نفس الاتهامات أنه أنتم محسوبين على إيران ومحسوبين على الشيعة وما إلى ذلك وإن كانت إيران أيضاً يعني كانت واعية كمان لأهمية الأخوان يعني كانت كان في حالة إيران يعني كان في حالة محاولة فصل من الجانب الإيراني فهو أساء موقف الأخوان أكثر مما مما عززها بس أتصور أحمد أنه يعني فكرة يعني فكرة هاي سواء أن الوصف الآن أو في وقتها بأنه هي شيء يعني الوصف العقدي أو المرتبط بالجانب المتشيع هو نوع من المناكفات والمزاودات أكثر منه أكثر من أنه اللي بيهتفو نفسه يعني هو يقتنع بما يقول يعني قصدي أنه أنه هذا النقاش هو مجرد مزاودة ومناكفة سياسية أنا حابب هون يعني بس أحط فكرة تاريخية ومنها ممكن ممكن ندخل أصلا بالمحور وعلاقة حماس بالمحور أنه يعني هو اللي طالع من مصطلح محور المقاوم الممانعة هو سعيد سيون الله يرحمه وحكاها في لقاء على الجزيرة في 2006 سألوا بالمناسبة إجابة على سؤالك يعني وكان سألوا في لقاء على الجزيرة سألوا ويحكي لهم أنت قريبين من إيران وأنتوا عم تهدوا وكانت الحرب من تهية توا فسألوا أنه هل أنتوا خلصوا يعني هل تهدوا أمركم سؤال كثير شبيه يعني بتحس سؤال 2020 مش سؤال 2016 يعني فحكالوا فحكالوا ببساطة إحنا إحنا شو اسمه إحنا نقاوم إسرائيل وهمنا الأمريكية سوريا دولة تقاوم إسرائيل وهمنا الأمريكية حزب الله جهة تقاوم إيران إيران و سوريا دول حزب الله أيضا جهة مسلحة تقاوم فيمكن أن نسمي ذلك محور المقاومة ومشيت يعني عرفت حتى هذا أصلا يعني بيعطيك شغلتين أنه أنه هاي هي علاقة حماس بالمحور يعني هذا هو تقريبا تقطير علاقة حماس بالمحور اللي هو اللي هو يعني الدعم الدعم بمواجهة أمريكا وإسرائيل هذا من ناحية ومن ناحية الثانية أنه أنه المحور يعني هو عبارة عن مظلة يعني هو مصطلح يعني خلين نحكي هو براند يعني هو براند أكتر من أنه هو كتلة صلبة متماسكة تتحرك معا باتجاهات واحدة وتبتعد معا باتجاهات واحدة بتحب ندخل فيه ولا نكمل بهذا الخط لا إحنا برحتنا إحنا يعني لا كمل كملك كملك يعني أنا هو بس اسمرأ له هاي الفكرة أنه إحنا ممكن ننظر للمحور بأربع أربع أربع مستويات يعني إحنا ممكن ننظر له على مستوى عضوي تنظيميا ننظر له مستوى عقدي ننظر له مستوى رمزي هوياتي ومستوى سياسي ومصلحي بس اسمحلي إحنا عم نحكي على المحور مقبل 2011 لا 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 كله يعني كل المحور يعني هو نطلع من المحور ممكن تسقط هذا الشي لحد الآن طبعا يعني هاي الموضوع مش ثابت هاي الأمور بتدخل بتطلع أحكي لك أنه ظهرت فكرة المحور بهذه بهذه كل فترة وتحولت هي لمجموعة دول دول عندها سياسات خارجية متقاربة فيه مواجهة سياسات خارجية أيضا مختلفة عنها واستمرت يعني استمرت بمحاولة تنسيق هاي السياسات الخارجية ضمن هذا الهدف المشترك لكن بدرجات مختلفة مش هايك أنا عم بحكي لك أنه إحنا ممكن لو قسمناها بهذه الطريقة يكون أمور أوضح ففعل أنا بلحت لك عنها عضويا وعضويا بمعنى تنظيميا وعننا عقديا بمعنى بالمعنى بالمعنى العقدي للكلمة أو يعني دينيا كذلك تسمي أو قوميا وعندك مستوى رمزي إعلامي وعندك مستوى سياسي سياسي مصلح ممكن يعني كل طرف يحسب نفسه على المحور أنك تسقطه ضمن هذا كل ما أخذ تشك 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 بيكون جزء أكثر من بيكون جزء فعلا من المحور وبهاي الطريقة بصفي عندك المحور هو ثلاث فاعلين رئيسيين هما إيران وحرسها الثوري وحزب الله كأنه ينطلق عليه هاي الجوانب والميليشيات الشيعية سواء كانت إيرانية باكستانية أفانستانية عراقية سورية كلها هاي تدخل ضمن هاي الأمور عمليا من بصفي أصلا بره هاي التفاصيل ثلاث أطراف مختلفة اللي هي حزب الله عفوا هي النظام السوري لأنه النظام السوري تنظيميا هو سياساته الخارجية الآن أصبحت أكثر انفصالا عن إيران بشكل كتير كبير وبالمناسبة حتى عقديا في إشكال أنه يعني موضوع أنه لأي مدى أصلا الإيرانيين والنظام متوافقين طائفيا يعني هذا سؤال مختلف بتصفي عندك إعلاميا والآن حتى مصلحيا وعسكريا أنت الآن يعني بالعكس قد تكون حماس أقرب للمحور من النظام السوري في هاي المعركة في الطوفا فأنت عندك النظام وعندك حماس وعندك الحوثية هاي ثلاث أطراف هي كيانات مختلفة طيب إحنا حتى نسهل الموضوع في عندنا ممكن نستخدم كلمة الوكيل أو الذراع للجهة اللي هي تأتمر مباشرة بأوامر المرشد الأعلى وبتنسق مع الفيلق القدس في الحرس الثوري وبتنسق الموضوع عملياتيا هاي الأذرع أو الوكلة وفي عندنا الحلفاء اللي هي النظام متل ما حكينا وحماس وحتى الحوثي يعني ممكن يناقش ممكن نخليها لشباب أكثر اختصاصة اللي بدي أوصل بهذه النقطة هي شغلتين أساسية هي أنه بهذه الطريقة حماس والنظام السوري ليسوا جزء من المعبور ليسوا جزء من المحور ككتلة صلبه هم حلفاء للمحور نعم لكن هم مش جزء منه بشكل عضوي وبشكل تنظيم في تقاطع في تقارب في تفاهم في أحيانا تباعد يعني وهذا شفنا لكن هم ليسوا جزء منه ولكن الجانب الثاني اللي مرتبط بالنظام السوري هي أنه سوريا كدولة بمعنى كمؤسسات وكجيش كقدرات عسكرية مش كجيش وكأرض هي جزء انتداد جغرافي وستراتيجي للمحور وليس النظام نفسه النظام عم بلعب بالمحور لأنه عنده خيارات أخرى عنده خيار الجامعة الدول العربية والإمارات ومؤخرا سعودية وعنده خيار روسيا عنده خيارات كثير فهو بلعب لعبة موازنة للبقاء باستفيد من الكل بحيث أنه يبقى كطغمة يعني كطغمة قليلة حاكمة هي بدأت تستمر ثمن قدرته على التفاوض مع إيران هو أنه سلم الأرض والسلاح والقواعد العسكرية لإيران فلما نحن ننطلق من فكرة أنه حماس ليست جزءا من المحور وإنما حليفة له كثير من الأمور بتصير فكفك أسهل بتصير عندك قدرة إنك لأي مدى تنتقد لأي مدى كيف تنتقد شو اللغة إذا بدك تنتقد كيف تعتب لأي مدى أنت ممكن تتقارب لأي مدى أنت ممكن تتباعد مع حماس أو مع حزب الله وهذا طبعا بختلف بزمنيا يعني كمان السياق الميداني بلعب دور عبيدة بقدر كمان عشان يعني دخلنا بالتعريف بقدر كمان أطلع حزب الله إلى حد ما يعني ما بحطه مع حماس بس كمان ما أبدأ أخليه بحالة المحور ضمن أنه هو صار جزء من الحكم في لبنان يتأثر فعليا بمؤثرات خارجية صار في عنده مسؤوليات ما اللي بتخليهوش فعليا يكون يعني بتعريف الذراع أو الوكيل زي ما زي السائد يعني يعني خلينا خلينا نشوف الموضوع على طيف من الأبعد عن المحور للأقرب من المحور إذا يعني إذا بدنا نحط مثلا عندنا عندنا الحرس الثوري أبعد منه شوي الحرس الثوري فيلق قدس تحديدا أبعد منه شوي عندنا الميليشيات لأن الميليشيات الشيعية هي تقاد وتمول وتدرب بشكل مباشر من الفيلق بعدين بيجي الحزب يعني الحزب أقل قربا من المحور لكنه مش خارج عنها وفي سوريا يعني سوريا هي مشهد كمان يوضح لك تراكب هذه العلاقة كان حزب الله هو اللي قاد لمحور الأسكرية يعني حتى مش سليماني بالبدايات اللي رسم استراتيجية وسياسة المحور الأسكرية وبالمناسبة اللي اختار أنها تكون عسكرية فقط هو حزب الله هو حسن نصر الله في في 2012 وصل وقتها همداني نأبول نصر الله لسوريا مشان مشان نشوف شو ممكن يعملوا بعد ما زار مقام السيد زينق اجتمع في صار في اجتماع نصر الله ونصر الله وهي هاي مذكراته اللي هي الأسماك مذكرات الأسماك اللي نشرت بعد بعد ما قتل نصر الله هو اللي رسم السياسة فانت لا تستطيع بسبب كون جزء من لبنان أنك تفصله شوية عسكريا وميدانيا لا بقدر أفصله كمكون محلي يعني بقدر أفصله كمان كمكون لبناني بتقدر تضفله آه بتقدر تضفله عوامل إضافية بس قصد ما بتقدر أنك تقول أنه هو يعني أنه هذا الجانب المحلي أخرجه من المشهد العسكري والميداني في سوريا وأنما أضاف عليه أضاف عليه عوامل أخرى بتخلي بتخلي خياراته وأعقاد وأصعب لكن هو يعني هذا لا ينفي ولا ينفي أيضا يعني وهدول الجانبين لأنه لأنه يعني نانستيت أكتر فصيل عسكري مسلح وميداني ومؤثر وفاعل في المشهد السوري وأيضا فاعل سياسي واقتصادي كبير في لبنان لا ينفي أيضا أنه أنه فصيل مقاتل مقاتل حقيقة ضد إسرائيل سواء يعني سواء تاريخيا أو اليوم يعني هذه هي ثلاث عوامل لا مش بالضرورة أنها تنفي بعضها إذا قلنا أنه يقاتل في سوريا ويقتل ويشرف على المجازر وخاصر مدنه إلى ذلك لا يعني أنه بالتالي ما هي قاتل إسرائيل يعني بالعكس جزء أساسي من الخبراء العسكرية اللي عن قاتل فيها إسرائيل اليوم قيادات الميدانية هاي كلها هي بـ 12 سنة يعني هي كتصدها بـ 12 سنة من مشاركته في سوريا يعني أنا هم بدي أحط نقطة أنا للأمانة يعني خلين أحط نقطة للأمانة حكيها للأمانة أحط نقطة لأنها للأمانة لغم بفقع فيك هاي بأقول بالضغط مفيني لا لحد الآن صار يعني صار فيه قتلة من الحزب من 7 أكتوبر صار فيه 300 وشوي الإحصاءات إحصاءات قتل الحزب في سوريا من المشاركة الأولى سواء بشكل غير مباشر في 12 أو بشكل مباشر في القصير في 12 لحد اليوم تقديرات خلينا نحكي الأدق يعني اللي هي معتمدة على اللي معتمدة على بيانات التعزية ومعتمدة لبيانات الأدق المعلن اللي معتمدة على بيانات التعزية على الجنازات على الاحتفالات ما بتوصل 1500 على مدى 13 سنة وهذا بدل أنه يعني أنه الحزب يخوض معركة حقيقية في بعض طفان يعني وهذا وهذا مرة أخرى بلشنا فيها خلال نختم فيها لا ينفي أنه قاتل وقتل في سوريا يعني هم مسياقين ضروري أنه نستحطرهم جنب بعض يعني بشكل واضح 300 300 300 300 قتيل مش عدد قليل في 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 فترة نسبيا قليلة مقارنة مع اللي كان داخل داخل ميداني في سوريا ف يعني أنا هاي نقطة بدي أضعها مشان وفي كمان نقطة بدي أضيف على اللي أنت بتقوله يعني كنت مبارح بسمع لمساحة لسبيس على تويتر كان في نقاش برضو بجانب من اللي أنت بتقوله إنه ليش في حزب الله كان ليش حزب الله في سوريا كانت شكل معاركة أو شكل أداء وأضعف من شو قاعدين مشوف اليوم يعني على مستوى أداء عسكري فجانب من التحليلات كانت إنه الأرض مش أرضه إنه مش مستعد أصلا لهيك معركة الجانب من من القدرات اللي موجودة بس هو كان أفضل بس برية بس بقصد مش المقارنة بأداء ناس تاني بقدر ما إنه أداءه في سوريا وأداءه اليوم في جنوب لبنان يعني إنه هاي معركته هاي أرضه هذه المساحة اللي بده إياها وبجانب منه كمان فيه يعني كمان أسباب أخرى اللي ممكن حسن نصر الله بحكي لك إنه يعني إنه الدم الآن ينزف في المكان الصحيح يعني ممكن مش بالضرورة قد يكون قصده إنه الصحيح أخلاقيا يعني مش بالضرورة يعني هو بالآخر هو مش هون ما عم بن فيه يعني النهاية وهو كان داخل معركة سوريا قناعة وإيمانا وبكل ثقله يعني مش انتقاصا قد يكون الصحيح عسكريا 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 سياسيا طب سؤال بالسياق هذا كنت أفكر رح نخوض الحوار زي ما حكينا أنه إياك أكتر بشكل سياسي عسكري أكتر أقل أخلاق ابتداء أنه انطلقنا فعليا فيه بتعريف الأخلاق من تعريف نفسك لتعريف السياسة لتعريف كل إشي موقف حماس 2011 حتى بمراجعته في حينها كان ينحكى أنه فيه أنه هذا الموقف اللي اتخذوه الموقف الأخلاقي بمساندة الشعب السوري أو مركبات ومن مكان تاني فيه ناس بتقول لهذا موقف سياسي لأنه تم وعدهم بأنه ثلث شهور والقصة بتخلص بمراجعة الموقف اليوم كمان مرة بتتاخذ من شي سياسي مرة عسكري إحنا بالسياقات هذه اللي إحنا قاعدين بنعملها أنا ما بشوف أنه يعني للأسف يعني مع الناشرة فهية أنك تخوض معارك أخلاقية بكتير جوانب من اللي إحنا قاعدين منعيشها وبحس حتى وإحنا قاعدين بنحكي هلا بمحال أنه حتى تحليلنا لموقف حسن نصر الله أو خطابه حسب الذهنية والصفتور اللي شغال عندنا هو صفتور الأخلاق والصفتور السياسي نفس الشيء إذا بدي أراجع موقف حماس 2011 نفس المنطق أنت بتحس بالعوالم اللي إحنا قاعدين بنعيش فيها أصلا هي يعني يعني ما فيش فيها عدالي ما فيش فيها أخلاق ما فيش فيها أدوات أصلا أخلاقية أنت كيف ممكن يكون فيه نقاش أخلاقي بهذا السياق وبترجع بتحليل السياسة فيه من منظور الأخلاق أو هي معيارك يعني هو مثل ما حكت لك يعني هي في النهاية السياسة ما فيها ما فيها جانب أخلاقي نهاي التعريف كارل شميت وكان كثير واضح لموضوع أنه أن أنت لا يمكن يعني السياسة هي فقط تحديد الصديق وتحديد العدو والاشتباك بناء على أساسهم وقد يكون العدو كويس أخلاقيا وقد يكون الصديق أخلاقيا أو قبيح أو جميل هاي التصنيفات ما لها علاقة بالمعنى السياسي والعسكري لكن خلينا نسأل سؤال من منظور ثاني شو اللي بيخلي عمل سياسي وعسكري ما أخلاقي أو يراعي الأخلاق شو اللي بيخليه غير ذلك بمعنى بمعنى أنه أنت عندك عمل سياسي بروح في أضرار جانبية وعمل سياسي ينطلق من فرض الأضرار الجانبية عمل عسكري ينطلق من فرض الأضرار الجانبية ليش أنا بحكي أنه الحزب ليش عندي مشكلة سياسية وعسكرية وأيضا أخلاقية مع الحزب بينما عندي مشكلة سياسية ولكن ليست مشكلة أخلاقية مع حمس يعني خلينا نحط بهذه الطريقة كعبيدة أنا عندي مشكلة سياسية وعسكرية وأخلاقية مع الحزب لأنه استخدم سياسات تستهدف المدنيين وليس المقاتلين بشكل مباشر لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية وهذا الحكي في الزبداني وفي مضايا أنت عندك سياسة تجويع وسياسة حصار كثير كانت شديدة وزادها ثوءا أنه صار في نوع من السخرية ونوع من الاستهانة بكل هذا الموضوع لتحقيق غايات سياسية وعسكرية هي تأمين الحدود تأمين خطوط الأمذات اللي بدكيها ونصار النظام هزيمة الثورة يعني هذا هذا نقاش تاني لكن هون انت عندك سياسة غير أخلاقية بأي معنى يعني بأي معنى انت ممكن ترجع فيها لكلمة الأخلاق سراء كانت أخلاق بالمعنى الديني أخلاق بالمعنى اللي هم بالتزموا فيه أخلاق اللي ما بيتزموا فيه طيب حماس عندها قرارات سياسية خاطئة أنا أفترض أنه هي قرارات سياسية خاطئة أنك تريد علاقتك مع النظام وليس مع حزب الله أو مع إيران هذا قرار سياسي خاطئ يعني إذا ما بدك تتعبر خطيئة هو على الأقل خاطئ لكن هل هو في إشكال أخلاقي؟ لا لأنه أنت ما عندك غرض مقصود وممنهج ومستمر بإيقاع مزيد من الأذى على السوريين يعني ماشي أنت تحالفت سنحكي هذه العلاقة مع شخص هو سبب مأساة عشرات الملايين هذا إشكال ما عندي مشكلة لكن أنت ما دخلت ومارست هذا الشيء بشكل مباشر وفي فرق يعني أنا مش مع فكرة أنه يا إما هيك يا إما هيك يعني أنا مش مع أنه أنت تتحالفت مع هذا إن في نهاية إذا أنت بدك هيك تشتغل ممكن أنا وإياك أحمد ما نتفق يعني يعني ما نتفق في التحالفات أو هاي في حاجة للفصل بهاي المساحة فأنا يعني هاي هي إشكاليتي مع الحزب طيب هاد أيضا إذا بدك ترجع لفكرة يعني لفكرة شمت هاد بيخلي وجودي مع الحزب هي وجود هي معركة ماشي يعني إذا بدك ترجع تشوفها على الطيف مشكلتي مع إيران وميليشياتها هي معركة وجودية في سوريا أنا لا يمكن أن أوجد كسوري ثوري ويوجد أيضا إيران في سوريا لأنه سياستها هي سياسة إبادة سياسة السيطان سياسة تشويه سياسة كاملة إلى آخر طيب هل علاقتي مع الحزب بنفس هذا القدر؟ يعني هي علاقة هي علاقة بتقل فيها هاي العلاقة الوجودية لكنها أيضا قائمة علاقة عسكرية وعلاقة سياسية وأنا بخوض معه معارك ميدانية وبقتل منه وبيقلني وما إلى ذلك هل علاقتي مع حماس بهذا الشكل؟ قطعا لا يعني حماس أنا موضوع بيصير مختلف ومنفصل هذا أيضا يعني خلينا مثل ما نرجع لفكرتك أنه هذا مش مجرد أخلاقي هذا سياسي أيضا هذا موضوع بس هو سؤالي أنت فعليا كان ممكن تكتفي بتعريف السياسي والعسكري يعني بمعنى فعليا أنه يعني تعرف حتى بمبادئ حقوق الإنسان يعني أو بالمعايير أنت فعليا ممكن تضرب حي وتبيد لأنه كان فيه خطر ممكن يطلع منه يتسبب بضرر أكبر من الضرر اللي أنت ممكن تبيد فيه الحي يعني بالآخر كمان هاد سياسي وكمان عسكر يعني لسا أنت مدحكي كمان بمعايير كتير بس بقصد أنه حتى وإحنا قاعدين منكتفي بالجانب السياسي والعسكري بعتقد أنه فيه جانب مش بتأكد عم بفكر معك قداش فيه جانب عاطفي ونفسي عنا بمحل من حمله للجانب الأخلاقي أكتر من إنه شيء تاني عشان هيك فعليا النقاش مش فعليا النقاش اللي ما بكون فيه نقاش بالفضاء العام لذهاب حماس باتجاه النظام السوري هو من ناحية الفلسطينيين على سبيل المثال بكون فيه نقاش أنه قداش جدوى الذهاب لإله وتأخره فعليا هو نقاش التأخر لساتنا بنحكي سياسي بس بعدين بطلع فيه نقاش تاني مستوى تاني أنه انتوا كيف بتروحوا على الدم فبطلع هون فيه الجانب الأخلاقي اللي أنا بالنسبة لإلي ما عنديش مشكلة وبنفعشه يعني بالنسبة لإلي بشعر ب مش عارك كده أحكيها يعني بأرفاظ جيدة ولكن بعض الناس اللي بتحاول تقلل من مشاعر الناس هذه أو نفسيتها اتجاه شعورها بالمغس بأي أن كان بالألم من فكرة أنه فيه عم بيكون فيه تطبيع لمشهد ما أو عودة مشهد ما لشكل طبيعي بقدرش أخوضه ولكن تحول الحال النفسي والحال العاطفي والحال الأخلاقي لسياسي بشعر أنه فيه إشي يعني بيكون غريب مثل مثل الحوثيين واليمن تعال نطلع من جانب سوريا حوثيين يمنيين في معركة حقيقية هلأ عم بتكون شعور البعض بأنه عنده مسؤولية أنه ينفي المعرك اللي موجودة أو ينفي شرعية الحوثيين اللي قاعدين بستمدوها من قتال الاحتلال فيه إشي هون هون تغليب الجانب العاطف والنفس وتحويله لشأ سياسي وعسكري هذا يمكن بحاول أحكي هيك تمام يعني يعني هو كمان خلينا خلينا يعني خلينا نترجم الجانب الأخلاقي لجانب سياسي يعني أنا ما نحكي عن جانب أخلاقي مثل ما رجعنا مثلا موضوع سوريا أنت عندك أنت عندك فصيل مثلح عنده إحنا في اليمن صح الله بدك في اليمن أوكي نفقعت نين في اليمن عشان مقلل عاطفه نفسي تمام أوكي عندك في اليمن مثلا عندك فصيل فصيل مسلح شو تكوين هذا الفصيل المسلح هو تكوينه عبارة عن تكوينه الأساسي هو قائم على على علاقات عشائرية وعلى جانب طائفي عقدي معين هو بيعمل على على تعزيز ودعم هاي الفكرة وبالتالي عنده منظور ورؤية للعالم منطلق من هاي الجانب الطائفي تمام فبالتالي هو أول شيء يعني فئة من اليمنيين ولا يعني هذا أنه هو لازم يهمش أو يزال وأنا ما بقدر بحكي أنه هو قد يكون فيه يمني كثير بخلفه معه من ناحية من ناحية تاني طيب هاي الجهة المسلحة هذا الفصيل ما عنده مشكلة أنه يمارس سياسات وأشكال حرب يعني ما أحسميها إبادية لكنها تستهدف المدنيين بشكل ممنهج وبشكل مباشر وبشكل منظم ها تشوفنانا في يوم 13 لليوم لأي مدى أنت كفاعل أول شيء كفاعل سياسي وعسكري وتاني شيء كيمني أنت عندك أول شيء استعداد أنك تدخل مع هذا الطرفي اللي هو هيزد لك أعدائك يعني هون الجانب الأخلاقي هو عبارة عن زيادة أصدقاء وتقليل أعداء أنت لما تستهدف مجموعة من الناس لما تستهدف مدينة معينة هذول الناس حيصيروا أعدائك تلأي مدى عندك استعداد أنك تدخل مع طرف وهو عنده قدرة على خلق المزيد من الأعداء بأدواته يعني أدواته مش دائما أدوات أدوات مثل ما أنت حكيتها ملتزمة بقوانين الحرب بلاش ما نسميها إخلاقية وبالتالي هي عندها قابلية أنها تعادي الناس أول شيء وبالتاني شيء أنت لأي مدى عندك استعداد أنك تعادي الأطراف يلي هو أصلا معاديهم يعني هات جانب تاني بالتالي أنت عندك بيصير في عندك مسؤولية الطرف يلي قام بهذه اللي استخدم هاي السياسات العسكرية والاستخدم هاي الأدوات العسكرية والسياسات الاجتماعية المباشرة عليها مسؤولية أنه يقوم بشيء ما يعني ما وعرشو هذا الشيء قد يكون مصالحة قد يكون إعادة إعادة تشكيل اعتذار يعني في شيء لازم يتم لأنه أنت ما بتستطيع أنك تراكم على ما بتستطيع أنك تبني جانب سياسي وعسكري واقتصادي على جمع جمع الناس مما كانت هؤل الناس بس هاي المصالحات بدها سنين يعني أنت فعليا اليوم لما بتيجب تحكي هذا القصة بدي أروح لحماس وفتح أنت بدك مبادرة بس أحيانا أحمد تبدك مبادرات يعني أنت أحيانا بدك أول شيء بدك اعتراف فيها بدك اعتراف بحصولها يعني أنا مثلا لأي مدى لأي مدى المناطق يلي جوعها الحوثي وحاصرها الحوثي وقتل من أبنائها الحوثي وما زال يعتقل من مخبها وأبنائها الحوثي عندها استعداد أو أصلا يعني هي مطلوب منها أنها تحل جانب من من معاناتها هون المعاناة هي سؤال سياسي وليست سؤال أخلاقي بمعنى أنه هذا شيء ملح هاي العائلة اللي أبوها معتقل هذا سؤال اقتصادي وسياسي مش سؤال مش لأنه عنده مشكلة أو ما عنده مشكلة هي قادرة أنها تساوي شيء لكن لما يعني أنت في في وقت الأزمات يعني في وقت الأزمات بيكون أحيانا في مجالات لا لا لاختصار كثير من الوقت يعني 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 أنا قصدي أنا مثلا أنا تعرف أنت هاي الكلمة وجزء من النقاشات كأنه أنا بيجو أحكو لك في سوريا أنه الآن أنت لازم بحكي لك في سوريا أنه بعرفه ما بدي أحكي كمان باسم اليمنيين أو يفهم هذا الشيء بدي أحكي أنا كسوري مع السوري بيحكي لك أنه الآن أنتو في سوريا إحنا في معركة يجب أن نوحد الأمة ضد العدو والأوحد وتصطف وتتخند كلام جميل وكلام أنا متفق معك فيه سياسية معسكريا وأخلاقيا طيب تعال ننفذ عمليا تعال أنا أنفذ هذا الكلام عمليا أنا عندي عشرة مليون مهجر عندي مناطق حدودية كاملة الحزب مسيطر عليها عندي آلاف شهداء اللي الحزب كان يعني مساهم أساسي في أنهم صاروا شهداء تمام هاي كلها مش يعني هاي الفكرة اللي أحكيها أحمد أنه هذا ليس سؤال أخلاقيا وهاي المعاناة مش شيء رمزي هاي المعاناة هي عبارة أنه كل واحد عنده شهيد في هاي العائلة ما بستطيع قدم ولد تاني قاتل شخص هو ما بوثق فيه أقل الأوصاف ما بوثق فيه مش أنه بدي يقتله رفت أنت محتاج أنك يعني طيب بيحكي لك أنه تجاوز كل هذا طيب أنا ما سويت شي أنا أنا ما بفكر أنه فيه تجاوز وبالمناسبة بس عشان أوضح عبيدة أنا عارف عارف لا لا بس أنقصدي لا أنت فاهم علي أنت المشكلة طلع علي احنا فيه إشي عشان مبارحة كان ففيه جانب من النقاشات أنت رح تنط عليها بس المستمعين رح يعني يعني فيه حق الألغام عم نمرك فيه فبننأسس نعم أنا لما بقول بسؤال أخلاقي أنا أو مش عم بقلل فعليا من الجانب العاطفي والنفسي وأثره مطلقا وبالنسبة لي برفض رفضا كاملا لكل حدا بيحاول يقلل من معنات سوري يمني لبناني فلسطيني أي أن كان وبحاول يفرض علي شيء ما أو موقف ما خلينا أخلص منهم أنا عارف أنا عارف عارفين هذا أنا عارف أنك أنت عارفه بس المشكلة أنه لا بهذه الأوقات اللي الناس مش حوني فيه شوي يمكن هيك فبعتقد بس إشكاليتي محتاج تعمل statement محتاج تعمل statement واضح أود التأكيد على حص النواياي يعني بهذا المنطق بس أنا إشكاليتي بالمحل أنه أنا فاهم بكيف بتحول الشيء للغة سياسية ولموقف سياسي بحد ذاته عندي شغلة إذا بدي أعمل zoom out لبرة بلكن منطقة كلياتها خاضت حروب اشتبكت كلياتها مع بعضها يعني إذا بدي أطلع من خارج تموضوعاتنا وأماكننا كويس أنا بمحل ذاكرتي بترجع ل2006 و2007 لأول مرة كنت بضطر أخذ موقف صعب أنه أنت بدك توقف مع حماس أو فتح في حالة اشتباك الداخلي كان موقف كتير صعب حجم التحشيد واللي صار إذا أنت فعليا يعني وعيك السياسي صار بألفين أو وعيك لفلسطين أكتر صار 2008 2009 فبتذكر كيف فتح فعليا كانت تبرر بشكل غير مباشر ومباشر قتل إسرائيل وقتل الاحتلال لأهالي غزة والفلسطينيين والمقاومة في غزة بهذا الشكل الواضح يعني الآن أنت لما بنحكي على شيمة الهيك بنحكي إحنا يمكن لحد يعني بالمرحلة ما بعد 2017 تبلشت المصالحات الداخلية والمصالحات المجتمعية واللي إجت كمان من مكان تاني المصالحة مع تيار دحلان والمصالحة مع من تراكمات الحسم والانقلاب وغيرها وبمساحة كتير قليلة يعني محدودة عم نحكي فبالك بحجم اشتباكات على مستوى دول بهذه المنطقة لأن في شي تاني أنه كنا نفكر عبيدة أنه بالطريق السليم ناحية مثلا حزب الله بشكل أساسي وهون السؤال صار مليح أنه أنا مش مضطر أبرر لحزب الله شو كان بيعمل ولا مضطر أفسر لي ولا مضطر ألمه ولا مضطر ألمه هو بجانب أساسي هو بتجاوب على كل هذه الأسئلة ولكن أول خطوة منها هي فكرة القتال نحو إسرائيل يعني القتال إسرائيل بشكل مباشر الآن الانشغال بزي كأنه طوال الوقت هذا السؤال إحنا ما كنا مستعدين أو جانب كتير من الناشطين العرب مش مستعدين وماذا لو منخوضه من 2016 17-18 ماذا لو حدث عدوان من جانب الاحتلال على جنوب لبنان أو على لبنان إحنا شو بكون موقفنا وبعتقد أنه إحنا اليوم بهذه المرحلة الناس اللي ما كانت مستعدة لهذا السؤال عم توقع بفخ إنه إنه لا الجانبين بعنونيش يعني أو إنه مش مهم لإلي أهالي الجنوب شو ممكن يصير فيهم هدولا حاضنتهم يعني ففي أشياء كتير بتطلع اللي هي أنت بصير تقول إحنا هنا في عم منضل يعني وحتى لو أي تصورات اللي أنت قاعد بتقول هنا حو اعتذار رحوا مبادر رحوا مصالحة مجتمعية مصالحة بعد عشر سنين ولا عشرين سنة في معرك اليوم موجودة عم بتخليني عبيدة بشكل واضح أقول إنه أنا الناس هدول اللي واقفين مع إسرائيل أكتر هم بشبهوا الناس اللي كانوا بألفين وستة واقفين مع إسرائيل أكتر أنا ما بدا أكون جزء من هذه الدائرة يعني أنا أنا متفق معك يعني هو يعني متفق بجزء النوض بس قدي أرجع المقطة الأساسية أنه أنا ما بشوف يعني أنا ما بشوف أنه هاي المعاناة هي سؤال غير سؤال سياسي أنا لابد أحكي أنه هاي المعاناة هي سؤال سياسي له سبب كثير بسيط أنه إحنا المنطق الحاكم الآن للمنطقة والفاعلين الأساسيين مش فقط في في الطوفان أو في الربيع أو في هاي الأحداث الكبرى وإنما حتى في في دول كاملة هو منطق الفاعلين المسلحين من غير الدولة أنا وديحكي الميليشيات بس هم الميليشيات هم الفاعلين المسلحين من غير الدولة تمام الميليشيا ما بتستطيع تعمل تجنيد إجباري رفت يعني إن هي مش دولة هي ما عندها قدرة إنها تروح تعمل سفر برلك ولا تشيم الناس من بيوتها ولا تعملهم تجنيد وتعبئة ألزامية وتجيب الاحتياط هاي القدرة غير مولودة قدرة الفاعل غير الرسمي غير الدولة هي معتمدة على التعبئة بأشكالها المختلفة وهي نظريات يعني نظريات مش محل نقاشها الآن لكن باختصار هي يعني انعكاسها أو اللي ما يعنينا من هذا الكلام هي إنه أنت محتاج إنك تقنع الطرف اللي مؤمن بقضيتك إنه يشيل سلاح معك ويموت عشانك وعشان قضيتك تمام فتسببك بمعاناة كل هدول الناس تمام خلينا بس نرجع بدي أرضع من هاي النقطة يعني أنا مذكر السؤال بس كذلك مشان تسببك معاناة كل هدول الناس سينعكس حتما على إنه هاي الناس لن تقاتل معك تمام يعني على أبسط توصيف ما حتقاتل معك يعني أو ما حتقاتل في جبهتك مش عشان قضيتك خلينا خلينا نفصل بين القضية وبين الجبهة أو الميدان العسكري ما حتقاتل في جبهتك في هذا الوقت طيب هل هذا هيخلي ناس أصلا تشكك في كل القضية هاي هذا موقف متطرف يجب مقاومته يجب رفضه يجب يعني نبذب بشكل بشكل واضح ولكن اللي بتحكيه إنه يتحمل جزء كبير من مسؤولية وصول الناس لهذه المحالة هو التسبب في معاناتهم وهذه المعاناة مثل ما حكتلك هي تترجم لتجنيد وتترجم لشبكات تمويل وتترجم لشبكات مقاومة مثل ما أنت حكيت عن فكرة ال2006 يعني ال2006 جزء كبير من الناس يلي لما صارت حرب تموث شبكات الإسناد والمقاومة كانت هي جزء كبير منها سوريين يعني اللي كان يستقبل الناس في البيوت اللي كان يبعث تبرعات ولي 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 هم يعني هم السوريين العاديين يلي هم الآن ما عندهم هاي القدرة يعني ما عندهم هاي القدرة هذا سؤال الآن إحنا بدنا نسأل سؤال الرغبة اللي هي تفضل فيها أو سؤال الإرادة أنت تريد أنك تساوي هذا الشي لكنك لا تستطيعه في فرق بهاي الجانبين طيب احنا كلنا عم نحكي عن فكرة أنه صار الآن عندنا شيء شبيه أنه الناس طفت الناس مثل ما بحالة فتح كانت تبرر اللي كان ما يصير فيه الآن موقف وكمان وكمان 2006 وقت الحرب يعني بترجع على مواقع لبنانية بتشوف مقالات فعليا مؤيدة أو تبرر فعليا قصف لبنان يعني يعني هاد هاد مثل ما حكيت ناخد زوم آوت بده يجعلنا نسأل سؤال عن عن سؤال فلسطين سؤال القضية الفلسطينية المسألة الفلسطينية ضمن سياق المسألة العربية واللي هما مش منفصلات هما مش مسألتين منفصلات هما مسألتين متداخلات ولا يمكن أنه ولا يمكن أن يفصلهم عن بعض فبالتالي وجود وجود دوائر قوية دوائر شعبية قوية وقادرة ومتمكنة لأنه أنت الآن مرة تانية بدنا ننطلق من الفكرة أساسية الآن أنه من يبادر بالحالة المقاومة هي الفاعلين خارج الدولة وليس الدول فحنا نجاوز الدول منطق تجنيد ومنطق التعبئة بالفاعلين خارج الدول يعتمد جزء كبير منه على أنه يكون عندك مجتمعات قوية وقادرة أنها تساهم في هاي المرك هذا لا يبرر ولا يعني أنه الآن أنت مثل ما انتحكيت أنك تاخد موقف أول شيء اللي متفق عليه واللي لازم يكون واضح وحاضر أنه أنه دم المدنيين مصام ومحفوظ ولا يجب يعني ولا يجب بأي حال الشماتة بمقتل بمقتل أو تهجير أو إصابة أو هاي أي شخص يعني أي شخص في أي مكان يعني مش فقط في جنوب لبنان ولا في غزة ولا في سوريا ولا في مصر ولا في اليمن ولا في أي مكان خصوصا ما يكون المسؤول عنه هو عدو يعني يعني إذا بنرجع لفكرة كارلشمت كمان هذا ستيتمنت أنا كمان أريد أن أتحمل إلى واحد من شاء ما تضطفل فيه هو أنه إذا بدنا نشوف من عداوته أكثر وجودية إذا فيه هكشي يعني من عداوته أكثر وجودية هو إسرائيل يعني جزء أساسي من يعني سؤال المسألة العربية والمسألة الفلسطينية جوهرهم هو إسرائيل وليس الأنظمة والأنظمة مثل ما انتحكيت هي أحيانا بتبرر نفسها بإسرائيل أحيانا بتبرر أحيانا بتقوي نفسها بإسرائيل إلى آخره لكن وجود 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 إسرائيل هو يعني هو مصدر الشرور في المنطقة طيب شو ترجمة هذا الشيء لعمل سياسي أو عسكري أو اتخاذ موقف سياسي أو عسكري في سياق أزمة معقدة مثل اللي احنا عم نشوفها الآن هذا السؤال أنا بدي أحكي أنه اللي بيتحملوا مسؤوليته ليسوا الأشخاص اللي ليسوا ما نحكي العوامل بس ليسوا الأشخاص العاديين لأنما النخب ليش النخب لأنه النخب هي المسؤولة إذا ما كانت مسؤولة عن اتخاذ موقف وهي أيضا مسؤولة عن تشكيل عواطف أو تشكيل تشكيل امطباعات أو تشكيل خطابات خلينا نحكي إعلامية ورمزية تجاه قضايا معينة مرة تانية أنا يعني أنا ما بدي أبرر لكن خلينا نحكي أنه جزء كبير من ردة الفعل العنيفة كان سببها وهذا العنف الكبير اللي كان على ملايين الناس في الحالة السورية فترجم بخطابات متطرفة أو خطابات غير عقلانية أنا عم بحاول أفكر معك ما بدي أحكي لك عم بحاول أتحرك بحاول أفكر معك تسمح لي أفكر شوي كمان أو خلاص أه يا ريت عم بدي أفكر معك أنه بنفع كمان وأنت وإحنا قاعدين منحكي أنا بعرش هذا جانب من يعني من 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 ما بعد الثورات أنه أنا بطلت أشوف مركب واحد واللي هو خصمي أو خصمي الموقف وأتعاطى مع نفس مع نفس المصطرة أسقطها عليه فقط بقدر ما أنه كمان في مركبات تانية عملت نفس الشيء يعني تطور الوقت بتأكد على حرمة الدم المدنيين ولكن الكل تورت في قتل المدنيين لما بنحكي على تدخل خارجي بنكتشف بالآخر يعني زي ما حكينا بشكل واضح أنه إحنا ما كان عندنا مشكلة بتدخل الخارجي جميع الأطراف ما كان عندنا مشكلة بتدخل الخارجي ولكن مشكلتنا مع حزب الله لم يتدخل معنا يعني في الأول أنه هو خارج كتير ولا خارج شوي يعني أنه هو دخل يعني دخل يعني هيك في حينها زي كأنه كنا مصدقين أو مأمنين فعلا بأنه لا للتدخل الخارجي أو مصدقين أنه ممكن بس يتدخلوا عشاننا ونرفض الباقي فبعتقد أنه في مشهد اليوم إحنا قاعدين نتعاطى معه ما بعد هذه المرحلة ما بعد هذه الثورات خاصة في المناطق اللي ما بين قسينتوس ما محررة أو مناطق المعارضة فعليا في إدلب وغيرها جانب من الإشكاليات اللي موجودة أو جانب من أنظمة الحكم اللي موجودة هي أمر واقع جديد لناس كمان مش من زمان كتير كنا نحكي أنها تورطت بالدم وتورطت بدم مدني وتورطت بقتل واحد نين ثلاث بس مرة ثانية أحمد مرة ثانية أحمد تورطت بدم المدنيين بمعنى أنه هي مثل ما حكيت على يديها دم شيء أو يعني حصل ضمن القتال شيء حصل دم مدنيين شيء وبين أنك تستخدم سياسات تجفيف يعني هي سياسات المكافحة التمرد اللي هي أنك ليش مكافحة التمرد لأنه أنت عندك هاي الحواضن الشعبية للمجموعات المسلحة هي عبارة عن مجتمعات فأنت مش قادر أنك يعني مثل أنت أمر إسرائيل حاليا في غزة أنت مش قادر أنك تواجه العسكري لأنه يعني إسناده ودعمه ومعلوماته فكنت تحاصر المنطقة كلها تبيدها يعني هي هاي الفكرة فأنت تبيد يعني إما تبيدها مثل ما سوى مثل ما كان النظام روسيا مثلا أو أنك تحاصرها وتجوعها لدرجة أنك أنه يصير أنك تضغط على على هذا المقاتل أنه يخرج أنا يعني بدي أفرق بشكل كثير كبير بين المنهجي والاستراتيجي واللي بتترجم لتكتيكات ميدانية وما بين مثل ما أنت حكيت ما بين حصول قتلى من دم المبنية الآن قصف إسرائيل للجنوب هو ضمن الخيار الأول هو ضغط على الحزب من خلال حاضنته قصف إسرائيل لغزه بهذا الشكل قصف روسيا والنظام هو شيء شبيه حصار مرة تانية حصار الحزب لزبذاني ومضايا بقصد التجويع هو شيء مقصود هو شيء مقصود ومنهج ومستمر وموافق عليه فيه فرق أنا بس يعني أنا ما بدي أحكي فيه فرق سياسي أحمد هذا اللي بدي أحكي إنه موضوع مش مجرد مش مجرد خطاب أخلاقي وأنا ما فيه ترجمة لهاي الحرم ضمن تكتيكاتك ضمن خياراتك السياسية والعسكرية الآن الشيء الثاني إنه أنت يعني أنت ما بدك ما بدك إنك بسبب الأزمة والحال المعقد اللي أنت عم تقيشها اليوم إنك أنت ما بدك ولا تستطيع أنا أتصور أنك لا تستطيع إنك تتجاوز الفترة الدامية اللي مرت أنا ها التصور يعني إنه الحزب مهما يعني مهما الحزب أو الحوثيين مهما حاولوا أنهم يعني يكتسبوا شرعية في عداء كثير مباشر وكثير كثير شخصي مع يعني مع مجتمعات محلية كاملة هي محتاجة إنه هي ما أبعرف ما أبعرف كيف تتعامل معها يعني يعني لا إحنا في موقف كويس وبعرف ولهم في موقف يعني موقف سهل يعني ولازم ولازم نصير فيه نوع من ما أبعرف لنسميها مبادرة ولنسميها شيء لكن لازم شيء يحصل لأنه فعلا أنت في النهاية هذا التفكك هو ما يعني هذا الدم المستمر على مدى 12 سنة صعب أن أكتبني عليه أي شيء سياسي أو عسكري مش أخلاق صعب أن أكتبني عليه أي شيء سياسي وعسكري يمكن أنه يتحول أو يترجم لمشروع لمشروع تحرري حقيقي عبيدة عندي عندي سؤال بظل ينترح بقضية الجانب الطائفي بمعنى أنه كمان دول الخريج يعني سهلت أو داعمت أو تجاهلت دعم مباشر أو غير مباشر لميليشيات ومجموعات أيضا قد يكون فعليا الأثر أو مستوى الجرائم تبعها تجاوز حزب الله كويس في بعض من الفترات ولكن ما بنجاب سيريتها مطلقا بجانب منه بنقال أنه ما زال هناك مصلحة ما موجودة وإنت ما عندك فعليا مصلحة مع حزب الله اللي تسكت فعليا عن فكرة أنه مرحلة مركت بس بجانب تاني بتشعر أنه هاي المنطقة كمان فيها شيء طائفي موجود اللي اللي بيحضر وهذا جانب منه فكرة بحس أنه حب القسام مقابل حب حزب الله بذات المعركة يعني أنت مش من زمان كتير 2021 و2022 كانت فعليا يعني كان هناك موقف واضح برافض خاصة بعد تصريحات فعليا يعني تصريحات مثلا مثل يحس نوار اتجاه قاسم سليماني اتجاه نظام السوري اتجاه كذا ففعليا حتى الصحفيين السوريين بطلوا يغطوا يعني خلينا نحكي بهذا المنطق بطلوا يحبوا يغطوا قضية فلسطين او المقاومة لانه كي بده اغطيه هو بحكي واحد اتنين ثلاثة سبعة اكتوبر اي نعم احيط لحظة ما ولكن بتحس فيه اعتزاز بفكرة مقاومتنا يعني ما بين كسين على حساب هديك مش مقاومتنا او انه شوفوا هدولا اللي عملوا عن جد سبعة اكتوبر بجانب سري وبتعرف بتشوفها بالاغتيالات انه هدولا خدعونا مشاطرين غير عالجانب السوري ففي اشي بتحسه اذا بدك تبحش فيه عميقا بتلاقي فيه شيء طائفي اكثر منه يعني نوعية الخلافات اللي احنا بنحكي عنها من بداية الحوار في شيء زي هيك بتحسه يعني يعني مثل ما انا حكيت لك فكرة يعني التكوين الثاني في المحور هو التكوين العقدي يعني بمعنى انه انت لأي مدى انت بتستحضر الجانب العقدي بكون انت بتكون يعني اقرب ومتماهي اكثر في المحور وهان الطائفة يعني بغض النظر انه الطائفة هي يعني عن مضمون هاي الطائفة الطائفة بحد ذاتها هي جانب بيساعدك على تماسك بشكل اكبر بيعطيك بيعطيك سبب ودافع انك تقاتل بيعطيك معنى لهاي المقاتلة لهات القتال عفوا وكل هاي التفاصيل هلأ خلينا ناخد فكرة حماس والحزب يعني هاي هاي مقارنة رطيفة في معرك اليوم يعني في احداث اليوم نجرب هيك ناخدها قدر الامكان خلينا تمام خلينا ناخدها بهذا الشكل طيب طبعا يعني صعب انك تاخدها بهذا الشكل لانه لا ناخدها اليوم لا هو المشهد هيك يعني يعني انت ما فيك تعرف في جانب منه زيك لا هو هو مش هيك بحس انه في جانب يعني فيه فيه تمرين النخبة واللي هو انت عشان تفكر بكل موقف فيه خبر اليوم عم بيكون موجود فمش محتاج احط له انتروداكشن واتطلع احط السياق لإله بالكامل عشان ااخد موقف فيه حرب موجودة على جنوب لبنان وعلى قطاع غزة فيه مقاومة هون وفيه مقاومة هون عم بتكون بعرف انه في عندي خلفيات لحماس وعندي خلفيات لحزب الله مختلفة بس اليوم كيف انا عم بشوف المشهد طيب يعني يعني هو كمان هات جزء يعني يعني متل ما احط لك انا عن الفسيين اول تعريف انهم مجموعة فئوية مش مجموعة مش مجموعة يعني مينستريم في اليمن نفس الشي يعني حزب الله بالخطاب وباللغة وبالعقيدة وبالطرح وهم اللي يستحضروا بالمناسبة مش يعني لو اللي نفترض انه كل كل امارات كل دول الخليج ومالكها بطلت انها تدعم اي شي الجماعة هم نفسهم ايران يعني ايران ومثلها عزب الله هم اللي بستحضروا الخطابة يعني خطابهم وعقيدتهم ومنطلقاتهم طائفية يعني في رؤية للعالم تنطلق من الرؤية الطائفية مش من الرؤية فقط السياسية تماما انا مش عم بن في هذا الشي مش عم بن في هذا الشي ممتاز هات شو ترجمته هات شو ترجمته انه اللي بيختلف طائفية مع هذا الشي من المينستريم من العوامل الأمة عربيا واسلاميا يشعر انه في جانب آخر يعني في جانب من الآخرية في الحزب مهما كان متماهي معه سياسيا ومسكرية انا عارف انت ما بدك نوصل لهم ما بدك نوصل لسؤال سياسي اخلاقي ومستمر بس انا عم بحكي لك انه يعني جزء من الموضوع هوياتي جزء من الموضوع هوياتي ضمن هوية اختارها الحزب لنفسه وانا هون مش محل لا نقاشها ولا تغيبها وبعدين في جانب ثاني هو اختار انه يفرضها يفرضها اسكريا يعني انت في النهاية بيحكو لك انه السوريين قاعدين بيستخدروا الجانب الطائفي والله يا عم مش يعني يعني مش السوريين اللي اجوا قاتلوا مشان يسبوا زينب وانتوا يجيتوا لنحصبها زينب مرتين او يعني اول راين رفعت في القصير كانت يا حسين يعني يعني ورفعها الحزب طب انت هون انت هون اوكي انا ما بدي حكي لك عن سياسة العسكر بس انت هون مرة تانية هاي الامور هاي الجوانب الجانب الهوياتي والجانب العاطفي والجانب الشخصي هي جوانب سياسية وعسكرية ولا تستطيع انك تطلب من الناس انها تعزل ذواتها عن عن مواقفها السياسية ولا تستطيع يعني مش كل الناس مش كل الناس مستعدة او تشعر انه هي ممكن تنعى شخص يعني هو شهيد قد تعتبره مثلا مختلف معها عقديا بشكل كثير كبير عدا انه اصلا في كثير الناس تعتبر انه هذا القتل بسبب هذه العقيدة يعني وهي ما عم تستحضر هيك بسبب خطاب اعلامي من طرف معين هي عم تستشعر هذا الشي لانه لما كانوا يجوا يقاتلوهم كانوا يقاتلوهم على هذا الاساس يعني انا قصدي انه انه رؤية العالم ترجمتها لهويات وبالتالي ترجمتها لخطاب ترجمتها لخطاب تعبوي او او حشدي او وبالتالي سياسي وعسكري لا يمكن فصله عن عن رؤية الاشخاص الاخرين للعالم او رؤية الناس للعالم تمام هل في شيء غير بريء في شيء غير بريء حتما هل في استحضار وتضخيم لهذا الجانب على حساب الجوانب السياسي والعسكرية طبعا موجود وهذا جزء من الجزء من الاختلاف السياسي والعسكري وأدوات التعبئة والقوة يعني للدول بين بعض بلا شك بس بس هل هو غائب تماما يعني أنا بدي يعني يعني فكرة أنه يعني باختصار باختصار شديد خلينا ناخد مين في دولة خلينا نحكي نعتبر أنه هي دولة نوعا ما محايدة لا لا خليهم جنوب لبنان خليهم جنوب لبنان اوكي اوكي جنوب لبنان ماشي يعني لا قصدي أنه شخص عم يشوف المشهد من الخارج شخص عم يشوف جنوب لبنان يشوف غزة في نفس الوقت باختصار هذا المواطن العربي الأسمر على غولة على محط جوال عن دين يعني بشوف 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 مقاتل القسام بشبهه أكثر من ما بشبهه مقاتل مقاتل حزبا ببساطة عرفت يعني بشبهه بغض النظر هو باتفق معاه بختلف معاه ب باتفق معاه بالعقيدة باتفق معاه بالقرار السياسي بتفق معاه بالسياسات هذا كله مرحلة تالية يعني أنه يشعر بهذا الشبه فأنا بس يعني أنا عم بحاول بس أشوف ليش ليش هاي الفكرة بس أنا بفكر مواطن العربي الأسمر يعني بسياقي بفلسطين أو بمحيطي بهاي المعركة بالذات يعني ما بشوف في فارق موجود خاصة لما بتيجي بتحكي اختلط الدم في حال الجنوب موجود أنه في جانب منه له علاقة باحتكار العنف يعني حتى لما بتم تصديره بتم تصديره بسياق طائفي بس هو الشيء اللي بنعرفه إحنا على فكرة احتكار العنف بالكامل ولكن اليوم مسموح فعليا للقسام أنه يشتغل ضمن قواعد موجودة قواعد أكبر محطوطة مسموح للجماعة الإسهامية تشتغل تمام لا لا هو على طريقة على طريقة الستيتمنتس أحمد يعني هذا التفسير لا يعني أنه لازم أضل بهذه الطريقة يعني أنا بس بدي أوضح هاي الفكرة أنه إذا اختلفنا في رؤى العالم يعني بنا نحاول أنه إحنا مثل ما أنت حكيت أنه نستبعدها شوي ونشوف الجانب السياسي والعسكري لكن هل هذا الشيء سهل وممكن ومتاح بشكل القائل لا أنا بس هذا اللي عم بحكي يعني فكرة بالعكس يعني هي فكرة أنه فكرة النظر من الجانب الطائفي وما يستحضره هو إشكالي وإشكالي وفعلا بيقيد الخيارات وبيقيد المساحات التحرك وبيقيد المساحات الفعل الممكنة في لحظة إبادية كارثية في حاجة أنه أنت تنظر فيها بتوسيع الخيارات وليس بتضييقها يعني أنا بس عم بحاول أفسر وليش هذا الشيء عم بحصل مش عم بحكي أنه هذا الشيء اللي اللي لازم يحصل وهذا يستدعي يعني كمان مرة تانية هذا يستدعي من الأطراف اللي شعرها أنها بأزمة أنها تعيد مش تعيد أنها تعيد ترتيب خطاباتها ما بدك تطلب من حدا يغير خطابه أو هويته أو معتقداته أو رؤيته للعالم وأنا بدك يعيد ترتيب الخطاب ترتيب عناصر الخطاب أنت مع مين عم تحكي مشان تكون قادر أنك تلاقي جواب ببساطة شديدة ومع الأسف أنا أظن مع الأسف أنه يعني يمكن تكون كنا عم نحكي عن صعوبة موضوع أنه يمكن تكون المصالحة أسهل من هاي الفكرة يعني فكرة أنك تقوم بعمل ميداني اجتماعي أسهل من أنك تقوم بعمل هوياتي سلاش إعلامية أتصور ذلك بجانب تاني من نقاشات اللي بتظل موجودة اليوم وبتطلع على السطح الشيء اللي بتعلق بحساسية عالية وموقف واضح ومناع عالي عند الفلسطينيين من أجهزة مخابرات يعني ودبلوماسيين وغيرهم أنت شفت السلوك بجامعة بيرزايت اللي مهما تغير الموقف فكرة أنه فيه قنصل ألماني أو فيه شخصية ألمانية نزاة جامعة بيرزايت وتروح بحجار وتتفاخر فعليا الأجيال والدفعات أنه إحنا اللي طردنا القنصل الفرنسي والسفير الفرنسي وغيرنا فصل الألماني مع ذلك بظل فيه اختراقات موجودة حاضرة بس دائما فيه رفض أكتر لهذا الموضوع بسياق الإبادة يمكن تتجلى المشهد أكثر بجانب من الثورات العربية حضر هذا السؤال أكثر على مستوى تعاطي النشطاء مع القنصليات والسفارات وأجهزة المخابرات اللي هو فعلا صار يعني إحنا اليوم بطلنا في حينها كان هناك رفض لأنه الكل كان بعرف أنه التواصل مع هذه الجهات محرم أو مرفوض أو بنزع الشرعية عنك فكانوا جميع الناشطين يرفضوا الحديث عن هذا الموضوع بس إحنا اليوم مواصلين لمحل يعني صار الإشي كتب عنه وتحدث عنه وكذا في جانب حتى من شكل المعايرة اليوم اللي بيظل يطلع أو النقاش أو المزعيدات اللي موجودة هذا الجانب اللي هو بتعلق بقضية التواصل مع جهات معادي يعني اللي ممكن تكون ومش من باب مصلحي يعني بعتقد مش من باب مصلحي بجانب شراكة وإقامة تحالفات أكثر عبيدة يمكن أنت ممكن تحكي لي عنها أكثر بسياق السورية نعم نعم يعني هلأ أنت حكيت عن هاي الفكرة أنه كان كان في فكرة رفض جماعي أو رفض عام وكبير ولكنه شيئا فشيئا يعني صار يحصل حالات اختراق حالات اختراق لهذا الحاجز الكبير من من ال من الرفض وهذا الشيء شبيه أظنه في الحالة السورية أيضا مثل ما هو أيضا شبيه بالحال الفلسطينية بمعنى أنه ما زال الموقف خلينا نحكي على الأقل على المستوى الاستخباراتي الآن كمان يعني في مستوى استخباراتي أمني وطبعا يعني هذا يجب أن يكون مرفوض ومدان ويقاوم حتى يعني بكل الأشكال الممكنة بصير في عنا أسئلة أخرى ممكن نحكي فيها مع بعض بس الجانب الاستخباراتي والأمن هو بداية كان على الأقل خلينا نحكي الواعي يعني في اختراقات هي بتصير لأنه أنت عندك اختراق عن طريق معلومات اختراق عن طريق المجتمع يعني هاي الحالات الصعبة لكن على الأقل اختراق الواعي أو التواصل الواعي كان مرفوض كان مرفوض عموما ولكن مع طول الوقت مع طول الإبادة مع مع إلى آخر هي حصلت حالات يعني خليني خليني أحكي وأزعم إنها حالات شذة وليست هي السياق العام يعني ما تحول الموضوع إنه تعالوا يا جماعة إحنا نروح على الـ CIA وعلى الـ MI6 ونعطيهم إحنا كل شي بدهم إياه وإحنا يعني ما تحولت لاستراتيجية أو منهجية سواء عند النخب أو حتى عند الشباب العاديين هذا ما تحول هي كانت حالات شذة وتتم بشكل سري ولي بعملها بيكون منظور له بريبة ومنظور له بشك وما إلى ذلك ولم يكن يجب أن تحدث لكن حدوثها هاي هي أشبه بهاي النقطة أشبه بنقطة الحبر اللي بي هيك بيتشط ماي مش فقط بالمعنى الجمالي والرمزي لا هي بالمعنى الحقيقي لأنه هاي تداول المعلومات وانتشارها وهايه بصير بهاي التخخان وانت عندك إذا شخص واحد يقادر أنه يعني يضرب معاه مجموعة يضرب معاه جماعة الآن في حالات أكثر سوءا أكثر كارثية مرتبطة أكثر بالجانب اللي ما فوق الأمن والاستخبارات اللي هي عسكري ثم سياسي طب عسكري يعني خليني نحكي عسكري آه بعدين سياسي وبعدين دبلو ماصر في هدول الجامبين الآن في حالة عسكرية مع الأسر بالحالة بالحالة السورية هي تعتبر أنه العمل مع البنتبن مو حالة هي حلنا الوحيد للخلاص والخروض وما إلى ذلك حالة سحوات يعني خليني هون أحط شخصي وتوصيف معلوماتي للشباب اللي عم بسمها أنه هاي الحالة شادة حالة شادة واستثنائية لكن وجودها يمكن أنه يتعمم ويستحضر ويسقط وينحكى أنه هاي علامة الثورة تبعى التالت نجوم تبعكم هو دائما جنب هي مشيك هي عملية مشيك والناس وهاي المجموعة هي مجموعات محلية ومحدودة الانتشار ومحدودة القبول وما إلى ذلك وحتى من الناحية التانية بالمناسبة يعني خلينا نفكك أسطورة مرتبطة بسوريا تحديدا هي أنه أمريكا دعمت الثورة وأمريكا كانت فعلا تريد أنها تسقطن دولة أمريكا لا دعمت الثورة ولا تريد تسقطن دولة ولما أمريكا بدها تدعم هذا بمعنى أنها بدها تحط تسقطن دولة وراء إذا ما عملت مثل إسرائيل فهي تعمل أنت الأوكرانية وعندها قدرة يعني عندها قدرة تلاقي مخارج قانونية وتلاقي بودجت وتحصل واوا إلى آخرين لما بدها تدعم هل حصل دعم يعني هذا لا ينفي أنه لا أمريكا وقفت وتفرجت لا ما وقفت وتفرجت لكن هل هي يعني هل هي كانت دافعة تماما أنه تنجح الثورة وتسقط الثورة وأنه أنت ثورة دورها هي استمرار المشاريع الأمريكية بالمنطقة أو ما إلى ذلك ببساطة لا لأن أمريكا أصلاً ما يعني مش هذا هدفها بالمنطقة وسوريا هي جزء من مشروع يعني جزء من مشروع أوسى أو خلينا نحكي استراتيجية أوسى لنحكي مشروع الناس بتروح نظريات مؤامرة من استراتيجية أوسى على أضعاف وتفكيك الساحات بحيث أنه ما يكون في طرف أقوى من طرف شو اسمه أمريكا عندها مشكلة بالمنطقة عندها تحدي رئيسي بالمنطقة هو اسمه إيران وإيران كعدو وإسرائيل كحليف وصديق الثورة ببساطة بتصب أنه أنت ممكن أنك تحجم إيران أو تقاوم إيران أو توقف بوجه توسع إيران ومن ناحية تانية أنت ممكن أنك تزيح نظام قد كان عنده قدرة استراتيجية أنه يضرب إسرائيل في وقت النوع لما أنت خلصتها يورج جانبين أمريكا سحبت حالها وراحت وتخلت بعض خلت كم نقطة عسكرية هناك مرتبطة بعدم دخول الميليشيات وتوسعها وضمن قواعد مرسومة وضمن حدور مرسومة هذا على الجانب العسكري خلين نحكي خلين نحكي فيها بوضوح على الجانب العسكري كله مرتبط بجانب ما بالجانب الأمني اللي هو مرة تانية للاختصار لا السوريين كان هذا جزء من استراتيجيتهم وتعالي وجماعة نحن نقول نحصل دعم من أمريكا أو نروح نجيبهم هم يجوا عنا مثل ما انت حكيت هي فكرة تدخل خارجي لكن ما حصل حصل مش لأنه الناس هي جابت لا نقاش نقاش النخب وعلى مستوى النخب هو مش السكناء مثل ما انت بتحكي بأعتقد لأنه يعني على مستوى النخب انت بالآخر كمان ما كان فيه بنا تنظيمية مثل فرضا مثل حالة مصر انه انت في عندك تنظيم الإخوان المسلمين اللي موجود بموارده أو مثلا مثل التنظيمات الفلسطينية أو حزب الله أو حماس أو فتح انت في عندك فعليا مجموعات اللي بدها تدور على دعم خارجي وتواصل خارجي وظهر لإلها فلاقت فعليا الحالات يعني مسارات دبلوماسية ومسارات سياسية ومسارات استخباراتية ممكن تعطيها الظهر والدعم وبأعتقد احنا وين تبلشنا نسمع عنه بشكل واضح يعني مع انحصار يمكن الثورة أكتر ووضوح التماييزات اللي موجودة بين الجماعات فصار فيه جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة مدن يعني أو جماعة عواصم بس هاي العواصم بس هاي العواصم آآ آآ تمام بس هاي بمعنى السياسي انت بالمعنى العسكري انت عندك المرحلة الفارقة هي الموك والموم يعني غرف العمليات العسكرية اللي كانت في الأردن وفي تركيا يعني اللي هي مجموعة اللي هي أشرفت عليها أمريكا لكنها كانت مشاركة جميع الدول هلأ انت ليش ما بتقدر تحكي انه الثورة هي عبارة هي مختزلة بالموك والموم ببساطة لأنه الثورة لساتها موجودة والموك والموم انتهى هات هي بدك تحطها واحد زاعد واحد زاعد اثنين بهاي البساطة هل 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 أجا دعم منه أجا دعم منه هل كان هذا الدعم فيه شيء نوعي يعني أكثر شيء نوعي تقدمه مضادات مضادات الدروع اللي كانت تنحسب بالقطعة وتتشفر وتتابع وتنرصد وما إلى ذلك وما زالت بعدين خلص لما انت مثل ما انت حكيت لما انرسم المشهد لما ما عاد فيها هاي السيولة طبعا ظهور داعش اللعب دور كتير كبير هلأ احنا ما نحكي عن داعش وظهورها وخضورها انها انتهت عمليا يعني انتهت كعواصم هي موجودة في البادي بس انتهت كحضور ظهور داعش كتير لعب دور كبير ب أول شيء بتحول هاي الاستراتيجية من انه مين عدوك الأول الآن هل هو المحور ايران النظام وحزب الله والميشيات ولا هو داعش كان هو داعش ببساطة لانه داعش عم تضربك في تضربك في أوروبا وأمريكا فانت لما خلصت من داعش وبعدين ايران نوعا ما رجعت التزمت بالقواعد او صار في عندك هاي قواعد اشتباك مرسومة على حدود المنطقة وقدمت نفسها كفاعة العقلاني قادر انه انت يعني تاخد وتعطي معه مش خارج عن السيطرة ما عد في حاجة للوجود الأمريكي وهذا اللي حصل يعني الوجود الأمريكي بحكي لك الآن هو وجود مجرد يعني محدود عددا وجغرافيا وكم نوعا وشبه يعني شبه عسكريا انتهى لكن الآن خلينا نرجع للدبلوماسي والسياسي اللي هو مرتبط بالسفارات وهذه أظنها واللي هو بتشابك مع الأمني بطبيعة الحال بس خلينا نحكي فيه بالمعنى هو الأخطر بالضبط أيوان مش سكرت غرفة عمليات عسكرية للتنسيق يعني في عملهم طويل المدى يعني للهندسة هندسة سياسية يمكن بالضبط مرتبط بأنه مرتبط بمكانك أيضا مثل ما كنا عم نحكي عن عن المحور عن إيران وميليشياتها إنه ما هي رؤيتك للعالم إيران عارف شرؤيتها للعالم عارف شرؤيتها للعالم بدك عارف رؤيتها للآخرة كمان العالم الدنيا والعالم الأخروي ورابطيتهم ببعض ومترجم هذا الشيء لمشروع سياسي وعسكري ومرتاحة يعني ما عندك كل هاي الأسئلة حماس عارف شرؤيتها للعالم وترجمت هذا الشيء لمشروع سياسي وعسكري وتدخل فيه ضمن هذا المشروع الثورات المضادة ودول الثورات المضادة استطاعت أيضا أنها تعرف في شو بدها من المنطقة الثورات أصلا أول شيء ما خلق عندك جسم قادر أنه يدخل هاي النقاشات لحتى ثانيا يصيغ هاي الرؤية للعالم يعني بمعنى أنه أنت الآن أنت في سوريا أنت عندك بحالة الثورة السورية أنت فعلا شو بدك أنت شو بدك على مدى خمسين سنة في حال نجحة الثورة أو فشلة الثورة ما في جواب واضح لأنه أصلا ما في أطراف تدخل هذا النقاش ما في أطراف فعلا مخض اجتماعية وسياسية وعسكرية وثقافية وإلى آخره تدخل هذا النقاش ما في بنية تحتية أنت أصلا مشتت في كل أنهاء العالم والعبئ الإنساني والاجتماعي والاقتصاد كثير كبير عليك لسه القصف موجود لسه لسه إلى آخره لكن أيضا أنت أصلا ما دخلته من أول هاي المشكلة أنه أنت شو رؤيتك الحضارية للعالم أنت شو بدك تقدمه للعالم مثلا ما قامت الثورة الإيرانية حكت لك إحنا كل هذا موضوع ديمقراطي وموضوع اليسار لا شقيه ولا غربية إحنا عنا رؤية دينية لشكل الحكم وعننا مجتمع يتبع الإمام وولاية فقيه صلى الله عليه وبرك وقامت بثورة اجتماعية هائلة هائها كانت ثورة حقيقية طيب أنت الآن في سورة شو بدك أو في الربيع العربي حتى ما نظلم بس سريع شو بدك أول شيء أنت ما نضجت عندك ظروف وأشخاص استطاعهم يخضوا هذا النقاش فارتكزت على إسقاط النظام لكن لو سقط النظام أنت ما بتعرف بعدها شو بدك تعمل والشيء الثاني أنه تعالنا أخذ حالة أنجح شوي ظروفها كانت مواتية أكثر شوي ليه هالة مصر أنه أنت أسقطت النظام دخلت الحكم كان عندك إشكالات أنت شو بدك ودخلت نقاشات تعتبر يمكن الآن هامشية أو جانبية مرتبطة بشكل المجتمع مرتبطة بسياسات الاقتصادية وإلى آخره لكن لما أنت أخذت الجانب الأقليمي لما أخذت جانب حضاري مرتبط بأنه أنت شو بدك بالمنطقة ومش بالعالم مباشرة تم استهدافك تم تسهيل استهدافك خلينا نحكي أصبحت تصنف على أنه أنت عدو وتم بالتالي دعم أطراف أخرى هي أقل وجع راس مننا اللي هي الجيش وبالتالي بعدين حصل الانقلاب وتم تسهيل الانقلاب وتم تمويل الانقلاب بمليارات الدولارات ودولتنا بعد الانقلاب بمليارات ونازالت لأنه في إشكالية بوجود أي طرف ممكن يتحول لقاعدة صلبة لشيء تحرري على مستوى المنطقة الآن ليش الدبلوماسي والسياسي مخيفة لأنه بيخلي حتى لو هاي القاعدة الصلبة قامت بيخليها قاعدة نعمة بيخليها قاعدة هشة شوف طالبان مخترقة شوف طالبان طالبان هي خلينا نحكي امتداد للجهاد الأفغاني وبالمناسبة كلمة القاعدة الصلبة هي للشيخ عبدالله عزام وهي رؤيته الجيوستراتيجية للعالم إنه إحنا بدنا مكان نعرف نتحرك فيه بعد ما كانت صار قيلول الأسود وبعدين يعني من السبعينات لثمانينات هاي الفترة اللي تم فيها تحجيم من النكسة للثمانينات خلينا نحكي مروراً بعيلول الأسود بالعلاقة فيه شخصياً يعني فهو ما عاد في مكان أنت عندك تتحرك فيه فازحب حاله وراح قال أنا أهم إشي عندي إنه يكون عندي مكان أجمع فيه الناس أدربهم أعلمهم أربيهم إلى آخره استعداداً لتحرير فلسطين يعني هاي هيك اختزلنا رؤية رؤية الشيخ عبد الله واستخدم القاعدة الصلبة طيب ممتاز وأضم إنه فعلاً بشكل ما استطاع أنه يفعل شيء استطاع أنه يفعل شيء ضمن هاي الرؤية الاستراتيجية خلينا نحط موضوع الجهاد وامتداداته اللي صار في جانبه مثل هناكي بالعلاقة مع فلسطين واستطاع أنه يعمل شيء بعدين ظهرت طالبان من الامتداد لهذا الجانب ودخلت بأسئلة الدولة يعني دخلت بعدين طالبان أول شيء دخلت بجانب التحرر الأفغاني ومجحت فيه بحالة ملحمية ومستمرة وصبرت وصندت وخرجت ودخلت ودخلت وإلى آخره وخلقت المجتمع اللي بدهيئ نوعاً ما يعني أو فرضت رؤيتها الاجتماعية اللي هي بدهيئها لكن حتى التحافظ عليها صار عندها أولويات أنه الآن أنا بفرض رؤية داخلية وبرسم دولة بمقوسين يعني برسم الدولة اللي أنا بدي إياها اجتماعياً واقتصادياً ولا بصدر الثورة على طريقة إيران بوسع بتحول بهذا الجانب اختارت الدولة ضمن ظروفها وضمن سياقاتها وضمن رؤيتها اختارت مسار الدولة ودخلت ب كأي فاعل لطيف عقلاني بحطر مؤتمرات وبوخ التمويل وبستضيف فعاليات وهو ما إلى ذلك يعني وهذا التحدي يعني هو أنا ما عم بنتقص من أي تجربة أو أي نضال هي أسئلة فعلاً كبيرة يعني أنت عندك تعالنا أخذ جانب فلسطيني لا هو نفس نفس اللي أنت بتقوله كان بنشغل فعلياً على حماس يعني كانت دول تقدم نفسها مش بس حماس أوسلو أوسلو خيار أوسلو مش هو خيار هو خيار أوسلو أقدم شوي أوسلو أقدم شوي خوض حماس بالسنين الأخيرة فعلياً دول دول يعني شريكي حالي في فعلياً أخذت على عاتقها عقلاً تحمس والشغل مع حماس على تقديم نفسها بشكل دبلوماس أو بشكل أفضل يعني مضبوط في سياق أوسلو يعني هي خاتمة خاتمة مديح الظل العالية هي تاعة الدرويش ما أكبر الثورة ما أصغر الدولة وهي جملة يعني مش بس أدبية هي فعلاً جملة حقيقية فشو كان رد دكتور يزيد على ما أصغر الدولة كتاب ألفين صفحة يعني الكفاح المسلح والبحث عن الدولة أنه لا الدولة مش إشي صغير الدولة إشي كمير وصعب ومعقد وأحياناً متناقض أنه أنت بتبدأ بفكرة تيجي لازم تعمل لها دولة مشان تدعمها تعمل لها حركة أول شيء بعد أن الحركة تيجي تبحث عن دولة بعد أن فجأة الدولة بتصير هي الهدف فأنت يعني هي دائماً هاي موازنات مش يعني محتاجة قرارات جريئة وممكن بالمناسبة ما أنت عم تحكي يعني أنه قد يكون الطفان جزء منه يعني يعني قفزة لما وراء الدولة لأنه فعلاً كنت عم تدخل في يعني أنت أدرى بس الصور فعلاً كنت عم تدخل في سياق الدولة والسؤال اليومي والسؤال الإنساني يعني أنت بتتحمل يعني أنت مسؤول عنه لكن ما بتتحمل مسؤوليته أنه أنت موجود فيه الحصار مش أنت مسؤول عنه لكن أنت خطرت الدولة فأنت مسؤول أنك تحل مشكلة الحصار أو أنك تتعامل معها فأتصور أن هذه القفزة هي قفزة يعني فيها شيء مجهول لكنها أصبحت ضرورية حتى بالسياق الغزاوي الغزاوي مش بس بسياق القضية الأكبر أو قضية التحرك أنت في حاجة فعلا أنه لأ أنت بحثنا عن الدولة على طريقة الدكتور يزيد أنه بحثنا عن الدولة خلينا نشوف معناته إحنا بس بدنا كفاح مسلح هذا الشيء مثل ما أنت حكيت أنه بالسياق السوري مع الأسف مع الأسف الشديد يعني كله رايح باتجاه البحث عن الدولة بشكليها سواء بشكل الحوكمة اللي هي أنك تطعم الناس وتشرب الناس وتزفت الأراضي وتمت كهرباء وكذا أو أنك تبحث عن الدولة كاعتراف خارجي كاعتراف خارجي وشرعية ووجود دبلوماسي وقرارات ومشاركة وتحصيل وبهذا الاستعراض الكثير سريع يعني يبدو أن هذا المسار نهايته يعني صعب أنها تكون بعيدة عن أوسلو أو بعيدة عن طالبان طبعا طالبان بكير حكم عليه ما بدي كمان يأخذ كل هذا النحق بشكل مباشر لكن أنت عندك أزمة أو عندك سياق كثير كبير وتاريخي وحضاري اللي هو 7 أكتوبر ما كانت طالبان على قدر المتوقع منها طبعا يعني نحن ما عم نحكي هون أنه كان غيرها على قدر التوقع مثلا بحكي ضمن السياق اللي نحن نحكي فيه بالمناسبة ولا إدلب يعني أنا هون كمان فيه عتب للشباب يعني أنه فيه مظاهرات وفيه حضور وفيه استهدار لكن هو فعلاً لعم سيء أكبر من مجرد تضامن لحظي يعني أنا ما بدي أقلل من تضامن الرمزي ولا العاطفي لكنه يجب أنه يستدام ويستمر يعني هذا شعور الخذلان هو كمان مرة تانية يعني شعور الخذلان هو مش مجرد شعور وله نقاش أخلاقي وله نقاش أخلاقي ثارث وهو عبارة عن عبارة عن أدوات تجنيد بتصير بعدين بتصير تستحضر بعدين وتتحول لمشاريع وتتحول لتعبئة وتتحول لدعم وتتحول لأسنام فإحنا كمان داخلين بسؤال الجدوى دائماً إنه ما جدوى ذلك والله أحياناً أنه يعني ما تحس إنك لحالك مثل ما إحنا كنا مثل ما كانوا السوريين قبلها حاسين أنهم لحالهم ومكان الدنيا كلها حواليهم هادية الآن أضمن أنه يعني الأخو فصلني حاسين هذا الشعور ونزع هذا الشعور عنهم أو تخفيفه يعني مش لا يقل أهمية لكن إله أهمية فارقة وكبيرة بيصمودهم باستمرار المعركة الكبيرة اللي أتخذها أنا يمكن يعني جانب شعاشوا السوريين من صدمات من البدايات تحضر في راسيا وطلع يعني بس بجانب تاني يمكن فيه هيك اللي عاشوا تابع وتفاعل مع الثورات بعتقد أنه خاصة أجيالنا يعني مش الأجيال اللي أصغر مننا بأربعة سنين وخمسة سنين كتير بتفرك بس إحنا فعليا كان وعينا وقت رابع مختلف يعني كان وعينا أنه هناك في منظومة حقوق إنسان ممكن تكون موجودة في دول ممكن تتعارض فأنتي فعليا أنا بالنسبة لإلي مش سبعة أكتوبر هو لحظة انهيار هذه المنظومة بقدر ما أنه اختبرناها بشكل كتير قاسي وعولنا عليها وانتكبنا يعني ما بعد تعويننا عليها يا أحمد بس يعني كمان كمان للأمانة أنا أظن أنه فعلا فيه تغير بالمنظومة نفسها يعني الربيع العربي كان هذا اختبار اللي تمستست طبعا أنه هامض ولا قاعدة الربيع العربي كان هذا الاختبار كان أنا بتصوري حتى في ثلاث مراحل أساسية اللي هي الكيماوي بسوريا ورابعة وخاشج هي ثلاث مراحل أساسية أنت اختبرت فيها يعني تم فيها وضع المنظومة الأخلاقية والقانونية سواء الـ 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 على المحاك وفشلت فأنت بالتالي كفاعل كفاعل سياسي وأنت عندك مراكز أبحاث وناس قاعدين بيدرسوا وبرصدوا فهموا أنه معناته أنت أعمل اللي بدك إياه من اللي نعمل وأسوأ منه ما حيصر شيء يعني فكرة انهيار منظومة التضامن هي مش مجرد كمان يعني مش بس شعورية هي أيضا ترجمت لاستراتيجيات لاستراتيجيات ومسارات أنا بدي أرجع للنقطة لأنت كنت أحكيها آخر شيء على مستوى إدلب اليوم هو أنطلق من الرمزيات أنه بمعنى التوقعات كانت من من مسارات أو النخب السورية خليني أحكي هون عشان أفصل تماما لأنه بأعتقد عداء وخصومة الشعوب خاصة شعوب الطوق يعني دول الطوق مع الاحتلال فيه لإله تاريخ يعني مش شيء ولكن فعليا على مستوى النخب سؤال إسرائيل لما حضر على مستوى النخب كان يعني من البدايات وبأعتقد لحتى مراحل متأخرة كان بجانب منه أو طغى عليه فكرة اللي ما بده يكون معه يعني بنحاول نأجل قدر الإمكان الخصومة أو الاحتكاك أو الدخول بقدر الإمكان هلأ لمرحلة مبكرة أو في مرحلة مبكرة بأعتقد أنه كان في مواقف من شخصيات سياسية بتعبر عن النخب ودوائر ومجموعات عمل سياسية اللي هي بتقول أنه مش راح يكون في مشكلة مع إسرائيل بالمنطقة بالفترة الحالية وبأعتقد هذا جزء من في مرحلة ما لما بلشنا نشوف أنه هون فيه إشي عم بيكون مختلف وبأعتقد بتوافقني أنت بمرحلة زمانية لما انطرح سؤال أنه شو البرامج السياسية أو المشاريع السياسية اللي بدأت تكون كان فيه حتى مبادرة عند البعض أنه يقول ينفي فكرة عداءه للاحتلال ولا إسرائيل بشكل كامل وبأعتقد هذا أشياء كتير إشكالي يعني لليوم يمكن إحنا لساكنا موجودين فيه وإذا بدي أرجع فيه لبداية الحوار فيه نخب ما كانت بتشوف أنه هي فعليا القضية الفلسطين مش قضية مركزية وأنا بالنسبة إلي مشكلتي هلأ مع النظام مش مشكلتي مع إسرائيل وبأعتقد ما عندهم إش الترتيب بالمشكلة الوجودية لأنت أو السلم المشاكل الوجودية اللي موجود عندك أنت مثلا اللي حطيت على رأس إسرائيل مع الأسف هذا كان موجود وكان جزء أساسي فيه هو وحشية النظام ومن وراءه التي لم يكن لها نظير في ذلك الوقت فكان النظام يقدم أنه هذا الشر المطلق تعالوا إحنا نشوف أي شر أقل منه وإن كان هذا يستدعي حضور جانب سياسي وصار فيه مقارنات تعرف أنت المقارنات الكأيبة اللي هي ما بين شوفوا كيف إسرائيل شوفوا اللي بيطلع من سجون إسرائيل كيف شكله واللي بيطلع من سجون المنطان كيف شكله مش عارب شو هاي المقارنات اللي هي يعني اللي هي بصد في فكرة الخطر الاختراق اللي أنت تفضل فيه خطر الاختراق والشرعية اللي موجود اللي للأسف كان يعني كان كمعلومات وكحقائق موجود هاي كانت تحدي الرئيسي النظام رفع السقف لدرجة كثير كبيرة رفع سقف الدم والوحشية لدرجة كثير كبيرة فصار السؤال الرئيسي هو أنه أي شيء يوقف هذا الدم أو يعني بيكون دم أقل أو دم من ناس آخرين فهو شيء مقبول الآن أتصور أنه 7 من أكتوبر فعلا والإبادة اللي عم تمارسها إسرائيل قضت أكثير من هاي تصور أتصور ذلك يعني ما تم النقاش الآن في هاي سياقات لكن إذا افترضنا حسن النية عند الفاعلين طبعا في أطراف في أطراف في نخب أفراد في جهات لا هي ما عندها حسن النية هي جزء منها أساسي واختراق أو 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 هي فعلا مؤمنة بذلك أو إلى آخره لكن على الأقل أتصور أنه في قدر كبير من المشاريع اللي كانت تنطرح سبب الرئيسي هو أنك تنهي الإبادة في سوريا وبالتالي أي طرف أقل إبادة هو طرف مقبول ما هحكي أنه شرعي لكنه طرف مقبول ومنهم إسرائيل وهذا التطبيع اللي كانت إسرائيل الآن ما هم تحرص عليه الآن بعد اللي صار في سبع أكتوبر تصور أنه لا حتى هاي التصورات والرؤى انتهت أنه أنت عندك قدر كثير كبير من الإبادة ببعض ببعض محطات ويتجاوز حتى مراحل أساسية وفارقة وفضيعة في سوريا ما عادت هاي الفكرة حاضرة كما كانت هي بالأول الآن شو ترجمت هذا الشيء في حاجة لترجمت هذا الشيء على مستوى على مستوى مثل ما أنت حكيت أول شيء رمزي أول شيء وعاطفي على أمل أنه يتحول بعدين لسياسي واسك بهاي المرحلة بس بدي ألفت نظر لشيء هو كان بالأول يعني ببداية سبع أكتوبر ببداية الطفان كان أوضح ويمكن بعد يعني بعد ما أخذت الإبادة شكلها الأوضح والأكبر صارت الأمور مختلفة أنه غالب الجهات الممثلة للسوريين على اختلافها أيدت السابع من أكتوبر والقسام يعني حتى حتى ما نفصل بين هذول الجانبين لكن هذا الشيء لم يستمر هذا الشيء تم يعني تراجعت وطيرته من الناحية بسبب تدخل الحزب بالترجة الرئيسية أنتنا عبدك تنحسب على طرف الموجود في الحزب وإيران وخفت خفت بشكل بشكل خفت مضمونه أيضا بشكل يعني بشكل معلش ربايدة فهمني هاي أكتر يعني أنت أيات سبع أكتوبر أيات القسام ولكن مش عم بحكي أنت عم بحكي كان في تأييد كان في بيانات فعليا لتأييد كذا ولكن تم التراجع عنها أو لا 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 صدر هذا البيان صدرت هاي البيانات وبس عرفت وبعدين لاحقا أنه أنت ما بدك تكون مع حزب الله لا أنت يعني أنت مثلا ما عدت ما عدت مثلا مثلا تتفاعل تقصد بالضبط توقف التفاعل وتوقف ترجمته لجوانب جوانب خلينا نحكي غير يعني رمزية غير رسمية ما صار مثلا تعبئن وتعالي يا جماعة نظم مظاهرات بشكل رسمي الآن هاي وطيرتها تراجعت شيئا فشيئا لأنه فعليا قد تصب بالمظاهرات هذه بصالح حزب الله مش يعني جزء من الموضوع للأمانة بس أظم جزء من الموضوع مرتبط أنه أصلا هي تراجعت في كل مكان يعني عرفت أنه أنت عندك أنه هي مع الوقت هي تراجعت في كل مكان هذا هذا عززها صار فيه انشغالات داخلية صار فيه أحداث داخلية مرتبطة بالجانب الواقع وما إلى ذلك بس يعني أنت أنا اللي عم بفكر فيه أنه أنت يعني خلينا ما ناخد هذا كنقد أو كإدانة لطرف في سوريا أو في غير سوريا وأنما ناخده كمؤشر على مشكلة في الثقافة السياسية العربية عموما فهم عليك يعني أنت عندك مشكلة أنه هون فلسطين حاضرة لكن مش هي المشكلة أو أحد مشكلات رؤيتك ووجودك السياسي هي حاضرة كقضية تضامنية وليست حاضرة كجزء من مشروعك السياسي التحرري الثقافي الوجودي وما إلى ذلك وهاي وهاي مشكلة تتطلب أنك تعيد 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 النظر في في هاي في هاي الرؤى وهاي المعاقف السياسي واللي أنت بالمناسبة ترجمتها يعني قد لا تقتضي أحيانا أنك تشارك في المعركة مثل ما حكتلك أحيانا ترجمتها قد تكون جانبها رمزي وعاطفي واجتماعي أكثر من أنه هي سياسي وعسكري على أهميته يعني على أنه أنت لازم المستقبل أن يصير عندك هذا الشيء أحيانا ترجمتها أحيانا ترجمتها أحيانا ترجمتها أنه قد يكون الآن قد يفهم أنه الظرف سهل لا الظرف حتماً مش سهل الناس جعانة والناس مهجرة والناس موقفها حياتها اليونية صعبة وعم تعاني فيها بشكل كبير لكن يعني في 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 فراغ في فراغ يجب ملؤه 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 شعورياً قبل ما يكون ملؤه سياسياً معسكرياً على الأقل في هذا الوقت والجميع والجميع بيساهم بهذا 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 الفراغ أحمد أنا بس أخيري أسكر البعو لشان الصوت الأدان حتى ما يكثر تيني بس لا لا تمام ما في مشكلة خليه ما بيأثر الصوت لا لا ما بيأثر هو لأنه اللي صار أنه كمان فصلوا السماعات بس ما تمام انتبهت للموضوع لا تمام إحنا بتقرب نفصل شي شي مندبر حالنا بكل الإمكانيات الموجودة أموركم ممتازة تمام ممتاز بس دي أرجع لهذه النقطة لأنه شوية بتخليني أفهم أكتر أنه بمعنى جانب من ما صاري الثورة من 2011 بدي أخذ بس على مدار عشر سنين وأكتر أنه تحولت العلاقة أو حضور في فلسطين من قضية مركزية المنطق العربية بتعرف حالها فيها وبسوريا بالأكثر فعليا لأنه في الاحتلال جنبك يعني محتل جزء من أرضك فأنت بالنسبة لإلك مثلا بجانب من النخب غطت على سؤال الجولان أنه مش إحنا اللي بعنا أو أنه مش رح يرجع لأنه وردي خلص صار مارك عليه وقت وسؤال فلسطيني تحول لسؤال تضامني فمن هذا الباب فعليا أنت بتحكي في حالي أكثر تماهي مع فكرة إسرائيل أكثر في المنطقة يعني التماهي متل ما حكيت إنتين التماهي هو أكثر مش عم بحكي تطبيعي يعني لا لا يعني يعني فاهم عليك أنه تماهي مع وجودة أنه هي أمر واقع أكثر إسرائيل عدو تاني إسرائيل عدو تاني خلال مشكلتنا الحالية وبعدين منشوف هذا تحول لخطاب ناجز بشكل استثنائي بشكل عند بعض الحالات الشاذة اللي مرفوضة مش كتير مسموعة وإن كان على الأسف الآن صوتها عم يكون أعلى يعني صوتها أعلى فالناس تفكر أنه هي تمثيلها أكبر لكن هي يمشي فخليني نحط هدول على على جنب التحدي الأكبر مرتبط مثل ما أنت حكيت بأنه بالنتيجة قد يؤدي لكماهي إسرائيل يعني يعني أنت بالنتيجة قد تقول أنه الآن أنا عندي أولوية أني أنه أني أطالع الناس من المخيمات هذا بدون مشروع كثير كبير أني أقوي جانبي عسكريا هذا جكثير كبير بدأ أسقط النظام هذا جانبي كثير كبير فبالتالي أنا سؤال إسرائيل مشوف يعني هذا هذا عسكريا مخموم عسكريا مشياسيا منطقيا ما في حدا بدخل معركة مع كل أعداء وفي نفس الوقت مش شيء خاطئ خلينا حكي استراتيجيا لكن التحدي اللي فيه هو أنك ما تيجيك فرص أن تستحضر هذا الجانب تتذكر فيه وتعمل هيك يعني هذا اللي بيخوف أنه أنت بصير عندك يعني كان مثلا خلينا حكي فرضا أنه هو الخامس ترتيبه الخامس أنه أنت عندك أيام مظاهرات كنت مثلا كل خمس مظاهرات تهتف مرة مع فلسطين تمام بعد أنت راجعت شوي بعد أنت راجعت شوي بعد أن صار عندك جانب عسكري صار فيه جوانب يعني موجودة بشكل مباشر بعدين صار فيه عندك جانب معيشي ودولتي زاد الأمور صعوبة بعدين وواء إلى آخره فيه خوف أنا أتصور أنه فعلا فيه خوف في كل مسارات الربيعة مش بس في مش بس في في سوريا أنه قضية فلسطين يخفض صوتها حتى التضامن مش السياسي والأسكري لأنه حتى التضامن تحت وطأك الأعداء الكثر من ثورات مضادة من محور من رؤية حضارية مختلفة ومشروع تغريبي هائل وإلى آخره أنت مش قادر يعني أنت مش قادر أنك تكون موجود فيها السؤال الرئيسي أنه كيف تعانوا هذا الموضوع هو أنك تقوي نفسك يعني هذا بلا شك بلا شك أنه أنت تقوي نفسك كفاعل بكل ما تعانيه في كلمة هو شيء أساسي لكن ضمن هاي التقوية لا تخلي لا تحرص أنه تنتبه أنه ما يروح هذا الصوت لحد درجة أنه يغيب تماما خصوصا في حال بسببت عبيدة وبالسياق اللي حكيت وأنت آخر شي هذا هو اللي بفسر ليش على مدار السن هذه كلياتها ما كانش فيه مثلا أي أداء عسكري تجاه 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 إسرائيل تجاه الاحتلال على مدار هذه السن كلها بمعنى أنه أنت عم بتحاول تتجنب معركة طوال الوقت ووصلنا لها محل التماهي مع وجودها لأنه تعرف فيه سؤال منطق أنه يعني أنه حتى بتبريرات حماس بتيجي بتحكي أنه 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 فيه أنه هذي بالآخر دول طوق موجودة فيه فلسطينيين موجودين وكمان فيه حالة سيولة موجودة اللي ممكن نستغلها عشان نشتغل يعني بهذا المنطق بس فيه سؤال أنه كل هاي السيول اللي موجودة كل الناس بتشتغل بس بالآخر ما فيش إشي عم بيطلع باتجاه سرائيل يعني للأمانة كان كان فيه فرص أكثر من 7 أكتوبر يعني كان فيه بالحروب السابقة لما كان أنت عندك كانت جبهاتك العسكرية والسياسية الموجودة أكبر وصارت حرب بمعنى أن أنت كنت محتاج تقوم بدور ولو رمزي عسكري تتثبت فيه أنه أنت موجود ما حصل هذا الشيء وهذا مش سببه عدم مش سببه عدم الاقتناع بأهمية هذا الفعل وإنما عدم وجود فاعل يكون بهذا الفعل بمعنى عدم وجود فاعل أنت فاعل منظم قادر أنه يأخذ قرار عسكري ويشوف تبعاته وبعضين يعيد النظر فيها أو بالعكس تماما فاعل غير عقلاني مستعد أنه يخذ معركة كاملة لوحده هذول الجنبين كانوا غائبين وبالمناسبة حماس جزء من يعني بجانب طبعا الجانب الأخلاقي اللي أخذته حماس بأنه قررت أنه لا توقف مع النظام بالـ 2012 أتصور أنه كان فيه قرار استراتيجي بهذا الشكل كانت تتأمل أن كان فيه رؤية أن الربيع العربي حينجح فأنت عندك قدرة أن تتحالف مع القوى الربيع العربي اللي حتظهر فأنت ما بدك تكون محسوب من أول على طرف فصار تواصل يعني يعني الآن أنا الصورة اللي بذكرها لأبو العبد ولأبو الوليد أنا بعرف أن الجماعة ما عندهم موقف وجودي مع الثورة هم رفعوا العلم وهم بلتقوا وبيحكوا بسلموا كان هذا الشيء حاضر وبارز أكبر كنوع من السياسة كنوع من السياسة الخارجية اللي اختاروها اللي كانت في وقتها كلنا كنا شايفينها هيك يمكن أحمد حتى أن تيمكن تصور أنه نحنا نخلص عنا الربيع نخلص الأنظمة بصير من قواعد صلبة ونقاط ونطلاق بدخل على السؤال الأكبر كان هيك كان هيك الأمل على الأقل يعني مش مجرد شعور كان هذا الرؤية كان هاي رؤية سياسية كان فيه تصورات مبنية عليها مشاريع سياسية مبنية عليها الآن ما صارت ما صارت لأسباب ذاتية وموضوعية كبيرة وتفاقمت يعني تفاقمت بشكل أكبر فما حصل ما حصل هذا الشيء لكن يعني خلنا ناخد مثلا مشهد مثل مشهد الألفين وحرب الألفين وأربعة عشر كان كان فيه قدرة أنه أنت أنك تعمل شيء كثير كبير لأنه أنت كان عندك مساحات كثير أكبر ومن تسيطر على مساحات كثير أكبر في منها كان قريب من قريب من إسرائيل وقريب من الجولان وما صار هذا الشيء فهذا كمام مؤشر آخر على أنه أنت يا أما ما عندك مرة ثانية ما عندك فاعلين قادرين أنهم يأخذوا قرارات جريئة ويتحملوا طبعاتها وينظروا لها الخط لا يعني أنه أنت ما عندك الرغبة أن تدخل هذه الحرب بهذا وهذا وهذا مش مرة ثانية مش انتقاد يعني حتى قرار مثلا السبع أكتوبر أنت بتعرف يعني هو قرار يعني إذا بدك توصفه موضوعين وغير عقلا يعني 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 للمنطق السياسي والعسكري والتبعات وما إلى ذلك كسر كل قواعد التفكير يعني كل قواعد النظام كل قواعد اشتباك يعني فأنت في النهاية يعني عندك أنت مجموعة من الشباب اللي شالوا سلاح وأخرجوا قيادات أنت أصلا ما عندك تراكم لا تنظيمي ولا وعندك تجفيف وتصحير سياسي وعندك غياب للعمل العسكري صعب أنك تطلب من هذا الشخص اللي هو يعني بهذاك الوقت أنه تعال لا أخذ لك هيق قرار يعني مجمون أو غير عقلاني مرتاني خلينا نصني بس هي المشكلة أن هيك من صنع التاريخ عرفت يعني على قد مكان فعلياً فيه شيء تأثر يعني اضطروا ياخدوا قرارات كتير استراتيجية على مستوى تطهير منطقة كاملة أو قراء قراء كاملة عشان أنت تأمن لحدود لأنك المخاطر اللي أنت عشتها كبيرة بحالة الحدود مع سوريا في حالة ضبط صارت لا لا أنا أنا مش عم بحكي أنا مش عم بحكي بقضية أنك تهرب للتاو يعني أو مش عم بحكي هيك بس بقصد بكل فكرة أنه كان فيه تسلاح كان فيه تواجد عسكري كان فيه كتير أشياء ما كانش فيه لاحقاً بالنتيجة ما كانش فيه خطر أو مخاطر ما اللي نعيش إحنا اليوم مثلاً تبعات قرارات استراتيجية بإعدة ضبطها أو عدد تنظيمها أو كذا يعني هيك بجانب من القصة يعني بس هون فيه نقطة أساسية أنه أنت عندك جانب أساسي برجعنا للنقطة الأولى اللي بلشنا فيها أول أول شيء هننتعرف اللي هي أنه عدم حصول هاي القرارات الجريئة سببه غياب التنظيم وهذا التنظيم هو تراكم تراكم تاريخي بطيء حتى مش سريع صعب أنك أنت تلاقي هاي المجموعة المنظمة اللي قادرة أنها تأخذ قرارات استراتيجية كبيرة وتنظمها وتشتغل عليها في حالة سوريا في حالة سوريا وبالربي العربي ككل كان في حتى معادة لفكرة التنظيم تعرف أنه إحنا أهم شيء نكون حالة عفوية أهم شيء نكون حالة شعبية في حالة معادات للمؤسساتية وهذه الحالة صعب أنك تطلع فيها بمشروع تحربي مهقد صعب طويل الأمد وينبنى عليه فعلى الأقل أنه الآن إذا ماشينا بخطوات باتجاه هذا التنظيم فهذا إشي مع طبعا مع اللي صار ب7 أكتوبر في شيء يعني ممكن نحن نشوفه على مستوى المنطقة ومش بس على مستوى الغزة طبعا يكون لها تبعات على النظام المصر عشان هيك بتصرف معها النظام بشكل حاد كتير وعلى مستوى يعني الأعظم يعني شغل كتير عالي بحالة سوريا ما بدي أحكي على مستوى الربيع العربي بحالة سوريا ككل مش بس يعني منطقة محددة أو مجموعة محددة شو أثر الطوفان والإبادة اللي عم منعيشها على سؤال سوريا ككل تمام هلأ السؤال الأول النتيجة الأولى يعني اللي صدرت وأظن هذا صار يعني هذا حينعكس على المحور بنفسه هي أنه النظام السوري لا يعول يعني خلينا نحطها يا جنب حكينا فيها بس خلينا نحطها على جنب أنه النظام السوري صعب أنك تعتمد عليه بقرار آسكري وسياسي ممكن أنه يدعم فيه ويسنت فيه فهي بالنسبة للنظام بالنسبة للثورة أو خلينا نحكي للقوة الثورية المسلحة اللي عندها إيمان بفكرة الكفاح المسلح وحمل السلاح صار نتيجة متناقضة أتصور اللي هي أول شيء آمنة أكثر بفكرة الكفاح المسلح لأنه ظهر معها أنه الحل اللي ممكن أنه يتغير فيه وضعها حتى وضعها اليومي مش بس مشروع التحرري وضعها اليومي هو السلاح لا السياسة ولا المفاوضات ولا ولا الانجي اوز ولا كل هاي التفاصيل فهذا تعزز تعززت فكرته ولكن بنفس الوقت رجعت خطوة شوي إلى الوراء بتصور يعني رجعت خطوة الوراء بخوض معركة كبرى قريب لأنه تبعاتها بدها بدها حسبة أنه هاي التبعات لأي مدى هي قد تكون إحنا قادرين أن نتحملها أولا يعني انت عندك 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 أيضا لأي مدى أنت عندك 3 مليون نازح عندك ما في اقتصاد ما في كل هاي الجوانب فأنت بدك تفكر بهاي الطريقة هذا كله بالمناسبة يمكن يبدري الحكم علي لأنه هينتج في النهاية بناء على نهاية التوف بناء على من له كلمة الفصل في الطوفان من الذي يقول أنه انتصر في الطوفان وهذا واضح هذا السؤال فكرة أنه هناك حاجة لعدم إظهار أنه حماس انتصرت بالمنطقة ومش بس لأجل حماس نفسه أو بالنسبة لغزة وأنه ما لأي قوة تحربية أول شيء في المنطقة وفي العالم محور الثورات المضادة خايف من نتائج الطوفان مثل ما إسرائيل نفسها خايف نجاحه يعني أنه أنت يمكن أن تقوم بعمل في كثير من التضحيات وفي كثير من العقلانية وأيضا في كثير من الإعداد والتنظيم وإلى آخره وتفرض كلمته فهذا بالنسبة لها تهديد تهديد كرؤية تهديد كوجود مش مجرد شيء ميداني وفي شيء مختلف بحالة النظام السوري تحديدا بتقصد بسوريا أنه سوريا تجاه النظام لا لا مش بقصد بسوريا أثار الطوفان بشيء يعني شيء مختلف من اللي أنت ذكرته من أثار الطوفان على النظام يعني ما أتصور أنها على النظام ممكن تحكي أنها على روسيا أكثر وفي نهاية النظام الآن هو أصلا ماذا بقي من النظام كجهاز ردعه قادر أنه يقوم بعمليات أو يقوم بمكافحة تمرد أو إلى آخره وهذه العمليات كلها صارت أثندت سواء للقصف الروسي أو ميدانيا للجهات الخرفان والنظام بالعكس هو حاسس الآن في حالة من نشوة الانتصار بتعرف دخل على الجامعة وكذا فإشكالاته وأسئلته يعني من نوع مختلف عنده خط إنتاج كيبتا قمد يدير باله على يعني عنده عنده جوانب مختلفة ما كانت بشكل مباشر نحن بحكة عن قوة الثورة نفسها هي كيف عم تنظر والناس طبعا الناس نفسها كمان كيف عم هي لأي مدى مستعدة إنها تخوض هذا هاي المعرفة الكبرى نوع عرف أنت في مصر كيف شاهد هل فيه شبيه أنا بفكر أنا بفكر بمصر بمصر يعني إذا مش اليوم لاحقا في عوامل كتير موجود يمكن النظام اليوم بأقوى حالاته على مستوى النفوذ على مستوى قوة على مستوى قوة داخلية بالأكتر يعني وضابط بس الحجم الحجم اللي قاعد بصير في رفح والمعبر ومستوى يعني وجود النظام يعني هذا رح يكون لإله أثر كتير كبير وبعتقد أنه أكثر حدا محظوظ بالطوفان وبالإبادة هو النظام المصري لأنه رتب وسوى نفسه على مستوى المنطقة قبل قبل هيك حدث يعني بمعنى أنت اليوم ما في حدا بحكي النظام المصري شريك الإبادة الجزيرة مش عم تحكي هذا الحكي العربي بحكيش هذا الحكي ولا حماس ولا حماس بتحكي هذا الحكي بالعكس عندك موسى أبو مرزوك بده يهدي فعليا النظر للسيسي يعني فأنت فيه جزء من التسوية اللي صارت مع مع المنطقة عملها النظام المصري مؤخرا اللي هلا عم بقطف ثمارها يعني بوقت مثل هاد وبعتقد أنه هاي يعني رح يتأجل قليلا فكرة التفاعلات الداخلية يعني في حالة لأنه المصريين شاعرين أو أنه العوامل الاقتصادية أكتر بس مش شاعرين بحجم الكارثة اللي موجودة يعني هيك هيك بفكر عبيدة الفلسطيني بده يحكي إيش ل بتعرف هاي اللعبة تبعت عبيدة عامر الفلسطيني بده يحكي إيش للإخوة السوريين قبل ما نسكر المايكات للإخوة السوريين والله أنا ما جهزت بس يعني هو شيء دائما حاضر هي أنه يعني نجاح ثورة سوريا هو انتصار لقضية فلسطين ولازم هذا يكون حاضر عند الثوار السوريين وأيضا يعني يعني يستنى ينتظر الفلسطينيين هذا الشيء لأنه وجود سوريا قوية وثاء يعني متحررة هو شيء أساسي الشيء الثاني أنه مثل ما يعني هو شيء حكيناه خلال خلال الحوار هي أنه إسرائيل عدو لا تقل خطورته ووجوديته بالنسبة للسوريين عن النظام وحسب الله والمحور ولا يعني عداوتنا لأحد الأطراف أنه أو وجود ثارات مع أحد الأطراف أنه نتناسى أو نستبعد طرف طرف آخر وقد يكون حتى إسرائيل خطر وجودها أكبر لأنها أذكر لأنها أذكر عبيدة شو قد تكون شوي أنت بدك تفتح الحلقة من أول و جديد شوالستيتمنت هذا شوالستيتمنت هذا اللي هو فعليا مشكلتنا يعني لا يعني لا هذا هو حالة التماهي اللي إحنا كنا نحكي عنا قبل شوي يعني يعني حسستيتمنت هيك اللي هو هذا ممكن نبروزه اللي هو إذا أي حد اقتطع لك أي إشي بتكله بالآخر حكيت هاي الجملة هيك بس هاي في عرية بتنفي وتتضرب مع كتير أشياء حكيناها حكيات قد تكون حكيات أذكا ولا حكيات أذكا ولا أنا نسيت حكيات قد تكون معلم لأنه الستيتمنت هذا أنت الرغبة فيك أنك أنت تترك الستيتمنت آخر الحلقة وتروح كويس هذا الستيتمنت نفعش نسكر الحلقة فيه مش محاولة لقمع الأراء بس لأنه كل المسار اللي هو محاولة تفكيك الشيء اللي أنت كلته بالآخر يعني بهذا الشكل الواضح أنه واضح لشو معنى أنك أنت تأجل المعركة واضح لشو معنى أنك أنت ما تكون الشايف واضح لي بمعنى أنه أنت ما تكون الشايف حتى أنك أنت رح تعمل مصالح يوم من الأيام هاي المركبات سلم الأولويات وكل واحد يقعد على سلم لحاله يعني فيه سلم أولويات هنا سلم أولويات أنا معاك والله العبير مش قناعة يعني هو سوء تعبير مش قناعة لأنه الحلقة تعالف قناعة وفيش داعي لقيله ممكن تلعب معي اللعبة التانية أنا كنت أسألك عبيدة السوري شو بتحكي للفلسطيني هذا الشق التاني يعني لا الفلسطيني للسوري يعني هو بشكل واضح يعني أنه إسرائيل هي عدو أخطر على السوري من النظام والمحور ككل لأنها أذكى وقادرة على أنها تخترق قادرة على أنها تخترق النخط قادرة أنها تخترق الخطاب قادرة أنها تخترق الأفكار وعن تسعى هذا الشيء مجرد مجرد أنه نقول أنه الآن إسرائيل هي لاحقا بعد ما نخلص وبحد ذاته استشعار وتأكيد منها أو رغبة رغبة بالتأكيد من إسرائيل على أنها موجودة في المنطقة فسؤال فلسطين هو سؤال لا يقل عن سؤال النظام بالنسبة لسوريا أو يجب أن يكون كذلك ولازم يكون فيه إلوبالورا وتحويل وترجمة لمشاريع مشاريع التحرابية طيب وعبيدة السوري شو بيحكي لعبيدة الفلسطيني أو للإخوة الفلسطينيين عشان أنت فعليا عندك اللعبة هاي على تويتر شغال باتنين تتقمص الدورين إنه يعني لحمنا ولحمكم واحد يعني لحمنا ولحمكم واحد ودمنا ودمكم واحد إحنا كلنا كلنا يعني ضحايا إبادة إبادات مختلفة في سيقات مختلفة لكن إذا ظهرت أصوات إذا صار شي مختلف فإحنا ما بدنا إنه إنه تقدموا ما بدنا ولا بهون علينا مش بس ما بدنا ولا بهون علينا ولا ولا بنرضى أصلا إنه تقدموا أطراف يعني قدرة وملوثة نفسها مثل النظام بس لأنه بحكي شي على على الناس اللي هي فعلا معكم على الناس اللي هي مآمنة وعايشة وتربت وبدها وتعيش معكم وبالتالي أي مجاح إلناه في النهاية حيكون حيكون للسوريين ف وإذا طلعت أصوات تانية فيعني لأنه والله لأنه الجرح كبير مش لأنه جرح وجع يعني مش جرح يعني لا سمح الله حاشة إنه يكون شماتي أو خضلان أو استسهال أو الآخرية بقدر ما أنه تعرف يعني الجرح لسما تسكر فأي شي بيعرض عليه بخليه ينزف بزيادة فبطلع صرخاتي بطلع أحيانا صرخاتي مش دائما واعية أو مش دائما خلينا نحكي مش واعية بالمعنى هاي بقدر ما أنه هي مش مقصودة بحد ذاته فإذا طلعت أصوات أو هذي يعني فيعني يعني أنتوا أكبر من هيك سامحونا لطلعت هاي الأصوات وإحنا يعني فعلا لحمنا لحمكم واحد جرحنا جرحكم واحد يعني جرح واحد يعني هو جرح واحد الكل عم بيشتغل فيه يعني فينو فيكم ولا عبيدة أنا كنت أتمنى فعليا أنه هاي الحلقة ما عملهاش بهسة يعني بهاي السنة عملها بعد سنتين ثلاثة بعد ما يعني الدنيا تروك بس يعني كمان باجب أتعامل ويمكن هذا نتيجة احتكاكي بسوريين بمصريين بعرب أكثر فأنت بتختلط القضايا عندك وبتبطل فيه قضية قضية يعني وبتقدر تشوف معنى يعني حجم الوجع أكتر بس بس اسمح لي بس اسمح لي قبل ما تعبر عن سعادتك بهذا الحوار مع أعظم تقارب في العالم بس بس كندي أحكي لك أنه أنا بالنسبة لإلي حتى وأنا قاعد بخوض هذا الحوار أنه في جانب مني من جواي أنه السؤال نفسه بحد ذاته هو بيجي على السوريين يعني يعني بمعنى فيه جرح موجود لسه ما مرقش عليه وقت ما مرقش فيه ما تجددتش ذاكرة أو ما صارش فيه ذكر جديدة أو ذاكرة جديدة أو حدث جديد اللي خليك تتجاوز أنت وين كنت وبالنسبة لإلي بتعرف كل الأحداث اللي موجودة إحنا بالطوفان منقدر نسأل أنه الطوفان خلص ولا لا المعركة خلصت أو لا ففي تقديرات سياسيين بحكوا مثلا بنص رمضان بكذا اليوم فعليا فيه معارك جراحية عمليات جراحية مقابل كذا بس حتى سؤال تبع الثورة خلصت أو ما خلصتش فعليا يعني الواحد بعرفش يخوضه اليوم لأنه على قدمة فعليا الحمولة تبعته كتير تقيلة وبعرف كمان أن الطوفان والإبادة إذا عجلت في إشي فعجلت اختبارات جديدة لعموم الناس السوريين أكتر للنخب وأنا هون قلبي مع عموم الناس يعني أنه بفهم شو معنا أنه أنت فجأة بتتعاطى مع مش مع الشهيد القدس ولا فلان ولا علان بقدر ما أنك بتتعاطى مع سؤال يعني مقاتل موجود فعلا أنت بتقدرش تنكر عم بقاتل إسرائيل وعم بساند الفلسطيني اللي موجود بمكان تاني يعني بهذا المنطق واللي أنت ممكن تكون معه يوم من الأيام ضد إسرائيل يعني فيه مشهد من الصعب أن الواحد عم بقول ما مركش وقت كفاية أنه الواحد يستوعبه تحديدا لكثير من السوريين فشكرا أنه عملنا هذا الحوار ممنون لك هو شكرا أنك يعني أنا مش بس سعيد بالحوار سعيد أنك خضت هذا النقاش يعني بغض النظر معي أو مع حدا تاني وهذا نقاش يجب أن يخاط ويجب أن يخاط بقدر المستطاع بهدوء على صعوبة الهدوء والدم لسه مثل ما انت حكيت لا دم غزة وقف بالعكس هو سائل ولا دم السوري كمان أنه هو يعني تطبطب أو بيّن أنه حيتطبطب قريبا أو حيتحلحظ لكن عدم عدم يعني عدم توقف سيلان بدم مش لازم يخلينا يعني نأجل هذا النوع من الأسئلة الكبرى اللي لازم نخوضها على على أرضية مشتركة للثقة على أرضية مشتركة من قبل ما انتحكيت يعني أحمد الفلسطيني والسوري اللي بيشتبط مع السوري والفلسطينيين وعاش فترة بمصر معي أنا فلسطيني وسوري وكلنا في عندنا هاي الهويات بشكل أو بآخرين مش لأنه أناويات وماذا أي حدا أنه حاضر عنده الجانبين ونحاول نوصل لأنه الأزمات بقدر ما هي تفتح أحيانا تختصر وقت وقافة للحل أحيانا بتزيد شروخ وهاي شروخ بكرة بس لا سمح الله أنه نوصل لهم بس يعني بكرة بس هيك يعني إن شاء الله تخلص ويمتصر ويمتصر الطوفان وتمشي الأمور على خير كل واحد رح يتذكر أنه هذا اللي هذا اللي شمت وهذا اللي يعني اللي سخف وهذا اللي سفه وهذا اللي شتم وهو إلى آخره ما حننسى أنه إحنا كنا في لحظة واحدة إحنا مع بعض يا أما أنه إحنا منطلع مثل ما أنت حكيت بأنه إحنا في في معركة واحدة في جبهة واحدة لجروح واحدة فبالعكس أنا سعيد جدا سعيد أني في حسن تقارب في العالم أكيد وما في حكيت إنه هذا النقاش إن شاء الله نكون في البداية لنقاشات أكبر لهذا السؤال وغيرهم يؤثر وانتك في أحمد لهذا الموضوع إن شاء الله يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا يعطيك يا أحمد سواء إحنا في الجروح وسواء في الحق الآن مش تتركنا إن شاء الله يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نراكم في حلقة قادمة من بودكاست تقارب قبل ما أنهي بدي أشكركم مقدما مرة تانية على مشاركتكم أسئلتكم مقترحاتكم مواضيكم أفكاركم أي أسئلة بتخطر لكم معي لنخوضها في تقارب وشكرا على مشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه وشكرا أيضا على دعمكم والاستثماركم في تقارب من خلال الرابط اللي موجود على الوصف في الوصف ونشوفكم إن شاء الله لأسبوع الجاي ترجمة نانسي قنقر